لا الجميل مش هجيب لي بطولة الجميل مش هتاخد لي دورة يا بطولة أفريك في ناس أصلا بتقابل لي فاكرة أنا مش أهلاوي مثلا يعني عشان طلعت مرة قلت الأهلي بكسب الحكام بس أنا في نادي الأهلي لو كان لو قال لي هو بجون كنت هو بجون موضوع ده أنا بتعصب منه يعني وانت ماشي من الأهلي عايز تروح فرقا لو هو أركب فيش أول عباق أخلاص يوم ما تردون السلام عليكم يا أصحابي أهلا بكم حلقة جديدة وجول كاست وضيف خاص جدا من بداية البودكاست وإحنا متفققين إن الضيوف لازم يبقى عندهم قصص مختلفة ولازم يبقى عندهم حكايات واستفادة ممكن نستفادة من الموضوع عشان كده النهاردة معي واحد من النجوم اللي أنا بحبهم جدا على المستوى الشخصي واللي عمله يعني كارير محترم جدا كارير في حاجات كتيرة أو متنوع في الأهلي في أوروبا في الخليج في حاجات كتيرة جدا وكمان بعد الكرة بدأ إنه ياخد اتجاءات أخرى فقصة يميلة صراحة عشان كده النهاردة معي شريف حازم لعب الأهلي السابق هو منتخب مصر شريف مسائل فل مسائل فل يا مجدي ومبسوط قوي قوي أنا معك وبقى لي فترة عايزة أطلع معك بصراحة أنا المبسوط جدا ودرداشة بقى مفتوحة أنا متأكد منها يعني لا تنقصها الصراحة دي هاي يعني دلوقتي أنا عارف إن انت خلصت تقريبا كيل بتاعك في الكرة خلص دلوقتي بشوف لك يعني بتعمل إيه دلوقتي والله دلوقتي بعمل كزا حاجة بعمل حاجة في الكرة مع شريكي أحمد رشوان إن احنا بنتطلع على الأولاد الصغيرين بنتطلعهم وهم عندهم 18 أو 19 سنة يلعبوا في أندية ضعيفة في غربة مش أندية قوية بس هو زي ترانزيد بالزبط وبنعمل ديلز مع الأندية المصرية إن بنقول لهم لو اللعبة دي كويسة ممكن النادي المصري هنا يتكفل بيهم يتفعلهم مرتباتهم ويلعبوا باسم النادي اللي يلعبوا بيه بورا مصر في سلوفينيا في أرمينيا في ألبانيا في كزا بلد بعد كده لو النادي عايز بيبقليل أو لو هي في فصل لو النادي عايز اللعيب ده يرجع له تاني أو لو مالوش مش عايز يرجعه والمدرب مش عايز اللعيب ده في الريسيل بياخد نسبة من من الفلوس والنادي بتاع أرمينيا والنادي بتاع أوروبا ده بيستفاد إيه إن اللعيب بلعب معاه بدون هاي مقابل مفيش فلوس خالص بلعب ببلد يستفيد منه فنيا لإن إحنا فنان أحسن منهم بكتير بيساعدهم في ترتيبهم في الجدول وفي الريسيل بياخد برضو جزء من الفلوس لأنه كان الفترينا برضو معرضت فليه الحق بالضبط ده غير بقى إن رشوان عمل كمان فكرة كويسة قوي قوي إن إحنا اشترينا نادي في أرمينيا نادي درجة ثالثة فبقى دلوقتي موجود يعني أحمد رشوان النادي ووساكو وفي لايب مصرين قريدي راحت دلوقتي نادي آه يبتدي من الدرجة الثالثة بس سهل جدا ممكن يكمل فدي برضو خطو قويسة قوي هو دلوقتي في ملك مصري ملك مصري فني فكرة بجد عبقرية أكيد في حد دخل مأول الموضوع رجل صعودي يعني مش مصري فهي الفكرة إن إحنا نقدر دلوقتي نخرج الناس من غير ما يبقى في حد متحكم في العدد انت در تطلع دلوقتي أي عدد أنت عايزو فده حاجة شغال فيها حاجة تانية بعمل الموضوع عندي براند بتاعتي بتاعت هدوم ساتسو سيلبر وحاجات كده بعملها ده اللي بعمله عندك براند لبس آه اسمها 87 87 ده تاريخ ميلادي 87 بالعربي يعني وطلعنا ومبسوط قوي بقى لي كم يوم إن أنا عملت الحمد لله يعني فيه ناس من ده في برا مصر في إسبانيا اشتروا فعملت قوي مرة في حياتي يعني أكيد لما بعت في مصر بسطت قوي إن أنا عملت حاجة منتج وبيعته فبقى لقباناني بعته كمان في إسبانيا فدي حاجة خطيرة بالنسبالي إسبانيا اشتروا سبعة وثمانون اشتروا عشرة ما عملتها في الأول بنت صاحبتي ادتهالها سات كده تلبسها حطتها عندها ففي ناس سألوها فجالي أوردرز بقى على البنت عملت ستوريز فالأوردرز جات لي على كده يعني فأنا مبسوط حاجة كويسة ببيع برا مصر دلوقتي وده حاجة بالنسبالي أنا بحبها يعني أنا الكرة بحبها طبعا بس جيت لحد لا كرة إيه بقى خلاص أنت مش فاضل لا جيت لحد فترة معينة ما بقاش عندي مش هقولك الشغف بس بقى يعني ما بقاش إن أنا أنا كنت بروح الكرة أنا مبسوط وراح أتمرن وراح ألعبه وكده دلوقتي موضوع مش الفاشن بس أنا بحب مثلا الديزاينز مثلا ممكن أنا بحب السلفر أو بحب الفضة فأنا الحاجات بتاعتي أنا اللي بعملها بس أكيد في مصر الخامات مش أحسن حاجة طب باستنى بقى عشان نقلقيه دي قصة طويلة آآ فاجئة خلينا أخذها آآ واحدة واحدة إنت دلوقتي مبدئيا خلينا يعني واحدة واحدة بروفايل الكورة الأولا يعني آآ إنت برضو لعبت في عبد أندية كبيرة يعني آآ أبت في اسموحة بترجدت أمبي أظن برضو آآ بترجدت في الغول خالص بقى كده اسموحة آآ في سوريانسكا سوريانستك في سويد واحدة السعودي واحدة السعودي آآ وخابرك والواحدة كمان بزياد بقى السعودية طبعا الوقت بتاعي كان في السعودية برضو كان دولك يا شيخ لسه ما كانتش بزياد لا أنا عارف أنت قبل العزة قبل العزة آآ أنا عارف طيب خلينا مبدئيا أنت بدأت القرف بطول الأسيوب فحياتي لا بدأت في الأحلي بدأت في الأهل بدأت خالص في الأهل آآ طول عمري آآ طول عمري في الأول كنت في مدرس المهوبين كان معايا ميدو واليماني وشكبالا وأحمد سمير فرج وأحمد غاني مصورتهم كل اللي أجوه في العيب يقول لي نفس مدرس المهوبين أحمد الجمل كنا جامدين قوي يعني أحمد سمير فرج قلت أحمد سمير كان فيه لعيبة كتير قوي قوي وشيتوس ورياض لأ كانت فرقة جامدة بس بقى عمار سنية مختلفة يعني أنا كنت سبعة وثمانين ميدو بقى عربعة وثمانين كل جيل بالزبط والمدرسة مكانيتش للكورة بس مدرسة دي كانت مدرسة عظيمة كاملة طلعت ناس بقى في السكواش ناس في التنس ناس في الهاندبول لو تفتكر أشرف عواض وحسن عبقات يعني طلعت كل الناس دي فكانت مدرسة عبقرية وفكرة هيريت ترجع تاني يعني من هنا نفسي ناس ترجع كان عبد الماني عمارة وزير الشابوريال طبع حاجة بياخدوك بيعمل اختبارات هو متكفي البيت في كل حاجة مهم بس بأنت عندك موهبة بس موهبة مش اي حاجة لان كانت الناس جامدة قوي لو انت جامد جدا الوزارة كانت بتاخدك تعلمك تدربك تصفرك كل حاجة تأغزيك 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 كل حاجة ولو جيت بصيت وشفت الناس اللي طلعت من المدرسة دي هم اهم ناس في مصر دلوقتي عمتني يعني في الكورة يعني الشكبالة واليماني ويميدو احمد ساميل فرج احمد غانم سلطان كلهم لعبوا في حاجات جامدة جدا في مصر يعني كلهم من مدرسة الموهبة كل دول مدرسة الموهبة احمد الجمل عبدالله السعيد ناس كل الناس دي كانت في مدرسة الموهبين كان في مدرسة الموهبين في الكاهرة تعطيف طب معقولة يعني معقولة حاجة منتجة للنجوم دي وقفت اه ما عافش زي الوزارة لقيت ان التكلفة عالية حاجة اللي انا فهمته يعني لو ان تكلفة الموضوع لانه هو كان بيعاد بطل اولمبي ما كانش بيعاد يعني كان الموضوع بيصرفه جامل جدا ومعسكرات بره مصر طب ما انت بتقول انها انتجت هاي الاسامي دي اسامي جبارة يعني انها نفسي بعندش كبالة تاني وميدو تاني يعني ده حقيق ما عرفش ايه اللي حصل بس هو الموضوع مكلف يا رب بيرجع تاني انتعرف ان دلوقتي فيه مجالية خاصة بالاتجاه ده يعني ميدو عامل ذا ميكر بيعامل اللي انت بتقوله دوت ومتبني الولاد تماما فيه مشروع اسم رايد تو دريم طبعا برضو مشروع محترم حاجات كلها انا مليش احلق بها بالمناسبة يعني خالص بس يعني فيه اللي انت بتقوله دوت ف يعني كانت حاجة قويسة انت بقى الحكومة كمان اللي عاملها الوزارة بتحسب لها جدا فكرة هايلا بصراحة فكرة هايلا يعني كانوا بقى كل الالعاب ما كانتش كرة بس فانت ساعتها بقى سبت اهلك وروحت بقيت مقيم جوه سبت اهلي ودي حاجة عملها معي ابويا عمري ما هنسها دي فديتني في حياتي انا كنت بشوف اهلي يوم واحد في الاسبوع هي مدرسة كأنك حاجة امريكاني ببات فيها ما بتخرجش غير يوم واحد بتشوف اهلك يعني كان الجمعة جاهزة بس نخرج الخميس شخص عادك كم سنة نا كان عندي ده انا عائل كان عندي عشر سنين مثلا تابت ساعة سنين طيب انت اهلك اوكي مع الفكرة اه لان اهلي من الاول عارفين ان انا بحب الكرة وشافوا ان انا يعني كذا حد كان يقولهم اه كان يقول ابويا مثلا ابنك مغوف في الكرة خليك وراء ابنك مثلا في حاجة وديه فانا هو وداني اختبرات مدرسة مهومين خدوني انا كنت محظوظ في اي اختبرات وقتها في حياتي يعني الحمد لله كل اختبرات فيه خدوني روحت الاهلي اول يوم خدوني يعني من غير اي حاجة كان بقى رجل جامد اوي مستر كورفر كان رجل اولندي متأكيد اعرف كورفر كورفر كان رجل اولندي اه الرجل ده اول يوم برضو بختبر فجابني كده قال لي تعالى خدني مع الفريق كان بقى ساعتها الهيل بتاعي شريف اشرف عبد السلام شبيطة مصطفى طلعت كان الهيل جامد اوي احمد عبد المنعم طلعت عبد السلام ده كان جاله عرض من برشلانا حضرت انا الفترة دي حضرت وما قاله لأ خليك عشان انت هتكمل معنا في الاهلي وما تشوف الاخر جي حاجة ورده من حاجات اللي اتدحك يعني فضلوا على وراء والله عظيم فضلوا وراء ان انت كان في دورة ربعية فيها برشلانا والباليس يا ظن والاقل ما عفشه اه وبعدين هو عمل منشب كعيسة واسمع انت كده عمل ما ده اه كان نجم الدورة كلها عبد السلام من احسن اللعيبة شفتهم في حياتي يعني 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 عبد السلام مش هقولك برضو تزلم بس هي الكرة دايما مش عادلة يعني ده طبيعي الحقيقة عموما مش عادلة صح متفل معك طيب جيل بتاعك كان فيه بقى انت تقولي شريف اشرف عبد السلام وبعدين خدوك مع الفرق خدوني بقى لعبت في الاهلي عادة العب في ناشئين لحد اربعتاشر خمستاشر سنة كان مدرب بتاعنا في السن ده كابتن علامة يهوب وارد في الكرة يبقى المدرب مش مقتنع بيك مش شك مش شك ما تزوقك لا خالص بقى انا مزوقاش خالص لا هقولك دلوقتي اوما مش فاكر اوما تردونا انا واحمر حسب ميكي انا واحمر حسب ميكي كنا في الاهلي برضا وكمان كنا في الاهلي ماشوا ميكي مشينا تقريبا بتنفس اليوم حقيقة كده تهيال يعني ميكي بقى راح مش فاكر راح راس الحدود وبدأ بقى ميكي بقى يلعب معهم عشرين سنة بقى طلعوني في الستيم بعد كده كابتن محمد عامر الراجل ده انا بحبه جدا جدا كلمني وانا قال لي بتروي لأسود كالريسة صعادين لو تفتكر فاكر فاكر كويس حمو سكر الفيروت بتاعهم مش عايب فاكر سترايكر اسمه سكر معرفش حضرة ولقة وروحت الفترة دي وعشور التاقي كانوا فرا كويس قوي رحت لعبت معهم ومشينا كويس وعارنا في الدوري وانا عطهم في الدوري انا جبت جون اللقوة كان هننزل درجة تانية كنا بلعب محلة في المحلة جبت جون كسبنا محلة في المحلة كنا ننزل لو ما نخلناش لو تعادلنا كسبنا عطنا في الدوري ساعات الجون بتاعك اه لو الله اه جبت جونه جبت جونه لا لا في حياتي لا جبت خمس ست جونه في حياتي كلها فاكلمني بعد بعد الفترة دي النادي زمالك كابتن جمال عبد الحميد وكابتن حازم امام مش فاكر كلموني كان هما لاجنة الكورة كابتن حبيل عبد الحلين ما الله رحمه الله رحمه كلموني واحنا عايزين اكفاء الزمالك بس كان ساعتها وزير البترول مؤاند سامح فاهمي كان ما تيش حد بقعرف اتحرق غير في دائرة البترول بترجت امبي بزبط كان بيك في القصة دي فانا ساعتها كان بترجت كان كابتن حلمتولان ما سيقهم فترة دي وكان عايزني فروحت وابتدت بقى دي من احسن فترات حياتي يعني بقى رحت منتخب مصر ما كابتن حسنش حتى 2011 اللي قامت الثورة لعبت بطول اسمها حوض النيل اه اه كم فيها كينيا ورواندا وغندا لعبت ماتش معاهم اه وبعد كده بقى لعبت معهم تلات اربع سنين بعد كده رحت بقى سموحة بعد بترجت ما خلصت عقدي ولفيت بقى بعد سموحة جالي الاهلي بعد الاهلي او لا رحت السويد الاول بقى رجعت على الاهلي بص اي قصة بقى دي برضه بمناسبة يعني يعني انت النهاردة اه من بترجت الاسموحة دي كانت صفقة بيع وشرة كانت بيع وشرة كويس بعد كده انت رحت السويد ناديت ريانسكا اه من وراف من سموحة كان عمى ده تقريبا اشترك بخمسين الف دلور حاجة كده لا بص هو الموضوع كان اه ان انا انا قصة باقتصار انت يعني رحت سموحة رحت من سموحة للسويد ومنها على اهلي فبقى اتظارت كأنها اه يعني عشان ده اه لي ما جيش تشتريك من سموحة لا انت سهلت الموضوع كبري يعني دي حقيقة عشان اكون صريح معاك اه 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 دي حقيقة اتعملت يعني انا 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 كان عندي احمد احمد الشون ده صاحب صاحب عمري يعني عرف طول عمري ملعب مع بعض هو بطل كورة بدلي شوي منصف عمد اه وممكن يسمع ده لأم مرة في حياتي عمري ما قولته عن متن بس ممكن يعرف ده بس هو عارف هو اكيد كان حاسس يعني يعني كل ما كابتن حمد صدي يقابني يقول انت اللي خلصت عليها هناك انت اللي انا اللي مضرت لك انت تمشي وروحت الاهلي بعده اه فالموضوع دي كان ان انا عايز ارعب في نادي الاهلي وانا عارف لو نادي الاهلي كان دخل كان هيتده برقم كبير اول فموضوع السويد ان احنا هم اشتروني برقم معين وفي الاخر اخدوه وروحت النادي الاهلي هو ده الموضوع ببساطة ده ايه السهولة اللي انت شرية دي اه يعني ده كان دفعت من جيبي الفلوس مش هادس دربسك يعني بس ده كان اتفاق يعني دفعت من جيبي مليونه شوية للنادي بتاع السويد خالي بالك هو خمسية الف دولار ده اللي هم اشتروا به بس فيه فلوس كانوا برضو هيغضوا عشان اعملوا حركة دي لانهم انا حلقتلهم ما كان في القاينو فدفعت وخالي بالك انا مخاتش في في فيز واقولك على حاجة اقولك على حاجة فيه ناس كده هم يعني فيه ناس اصلا بتقابلني فاكرة انا مش اهلاول مثلا يعني عشان طلعت مرة قلت الاهلي بكسب بالحكام عادي يعني قبل ما اروح الاهلي ليك فيديو كده هو لو كملت لو كملت الفيديو ما كانش كده كان كابتن كان موزيع ان هو في قطرة دلوقتي دكتور علاء صادق بسألني انا بلعب في بترشدات بلعب الاهلي عايز اكسب الاهلي طبعا واكيد اخد فلوس لما اكسب الاهلي يعني اكيد انا حتى لو اهلاوي بشك كرير بتاعك اه فقرطلوا الاهلي والزمالك او ما كاملوش الفيديو وقرطلوا الاهلي والزمالك زي ريال مادريد وبرشلونة اي فرقة في العالم اكيد الحكا انا هيجامل للناس الوقا قوية مش الناس اللي لهم باور فطبيعي يعني ان الراجل جامل الاهلي طبيعي ان هو جامل الزمالك لو حاجة فيها هشك خمسين خمسين يعني فطلعوا عالي بقى والنادر الاهلي جوري الجماهير خليبه لك انا دخلت بداي في نادر الاهلي برضو اتعملت وحش جدا في الاول طلع استناني بس اه مع جيرك في دي انت بتقول اه بعد كده يعني حصل اتفاق مسلا ان انت النادي دوت يشتريك من سموحها وياخد مبلغ عشان هو يعني يعمل الحركة دي وعكده بقى انت ساعتها ترجع على الاهلي بسهولة دي حقيقة الموضوع تم والناس خدت فلوس السويد خدوا فلوس عش اعملوا الحركة دي لاني بقولك انا حرقتلهم ما كان في القائمة فهو الدين كان ماشي كده لان لما نلعبها من برا غير لما النادي الاهلي يدخل في الموضوع فاحنا لعدناها من برا بس سهلا لقيتها النادي الاهلي كتعالي كتعالي عبدالصادق احنا واحد انت لات عايزينك شوف الموضوع ازاي باش مهندس فرج عارف ان الموضوع كان يبقى صعب يعني الفترة دي كنت ماشي كويس قوي وعارف ان هو هو يطلب بقى رقم كبير وانا في الاخرى سردباك انا ما بجيبش جوان يعني هو لما يطلب في سترايكر خمسين ستين مليون يطلب لو عايزه عايش لكن في سردباك يعني في الفترة دي خمس ستة مليون ده كتير برضو في الفترة دي ايو فا هو كان يطلب بقى عشرة خمستات كان يطلب كتير فانا سعيلت الموضوع كانت فكرتك يعني كانت فكرتي انا وحمد رشون بصراحة وبلغت نادل ايلي في الاخر باللي بيحصل هم قالوا لي ما تحطناش في جملة في الموضوع عشان هيحصل النشاكل فانا قلت خلص نفسي انا خلصت نفسي وتمى جماعة انا خلص نفسي واجه نادل اي عشان عايزه لفل نادل اي ودفعت من جيبي فلوس بس برضو احقاقا للحق يعني كانت على عبدالصدي الجابهالي من البش مهندس محمود طر اللي دفعته خدته تاني يعني الفلوس اللي دفعتها خدتها تاني فلوس الكبري جت يعني اه بس فتمام يعني الحمد لله وكان روحت النادل الاهلي طب انت يعني مش غزي حاجة والله بس انت مش حسس ان دي الكلام ده يعني مش المفروض يعلن مثلا او ممكن يعمل يعني مشكلة مع انا خلاص بطلت كورة انا كان في وقتها في وقتها ما قلتش الكلام ده محدش كان يعرفه بس دلوقتي انا بطلت كورة وبالعكس هو ده له موقف على فكرة ده موقف يكبرني ما يعلن ليش انا راجل دفعت تلوس من جيب عشان انا في نادي الاهلي وانت عارفني انا بطبلش الحد لكنت عايز اتنبلك وانت طبلت يعني فولا فاريلي وبعد ما الموضوع مات والناس نسيته وخلاص بقولي دلوقتي ان انا عملت كده عشان عايز تلعب في نادي الاهلي اه خلاص اه وراء بطلت كورة يعني دخلت نادي الاهلي الدخلة مش مش احسن حاجة حسب ما انت قلت لها اعلامية من اللعيبة الكبار كانت كويسة قوي يعني كابتن ابو تريكا كابتن بركات كابتن سال معوض الناس يتردت الكلمة علي بطريقة وان فيه لعيب جاي وبيحيلعب كورة من تحت وهيخلي فريق يلعب من تحت فكان الموضوع حلو قوي لما دخلت النادي الجماهير متعاملتش مش كله بس فيه ناس عاملتني ان انت زمال كاوي يعني بجد حصل موقف قوي جدا بعبدالوهاب الله يرحمه كان بلبس ثلاثة وانا رحت ما ديتش رقم وانا مش عايز ثلاثة اصلا ما بحبهاش يعني مش رقم يعني فغصبا عني اضطريت ان البس ثلاثة يعني الله يرحمه عبدالوهاب كالراجل نقم كبير طبعا وليه مكانة مختلفة طبعا عند الجماهير ورقص صبير اه فالناس نزلك لي وعبدالوهاب الله يرحمه بتاع وتولهم الله يرحمه وانا عملت ايه وانا لقيت رقم فاضي خط وانا عملتش ايه حاجة عملتا لأ او ما تلبس الرقم في ناس قلتنوا خلاص تمام غيرت الرقم مع رمي ربيعة ديته تلقيته وخدت اتنين كان هو بين اتنين ولا مش فاكر كمين اتنين مش فاكر بس اغيرت الرقم يعني فده اللي بقولولك ان يعني في ناس كانت متحفزين يعني يعني ينفع لعيب تاني يلبسه بس انت لأ اه اللي هو انت برضو بتاع مشاكل اللي هم فاكريني جاي اه خالي بالك هو انا برضو اللي ما يعرفنيش انا فعلا كنت باع مشاكل بس مش مشاكل اه يعني الناس برضو كل واحد يعني بيترجمها بطريقته عارف يعني مثلا الحرام عيون فيه لعبة كتير قوي تزلمت زي براهم سعيد كده ان هم بس بصولهم لون شعره اه طريقته وتصرفاته لكن لو كانوا تعاملوا معاك على عيب كرة وسبوه كان مكسر الدنيا ففيه في مصر عقليات عارف زي مثلا فيه مدرسين ممكن يعقذوا العقل في المدرسة ممكن مدرس معقد شاطر بس يخلي العقل تتعاهمت ما عادش عايز يخدر له محدش عايز يلاعهم عارف فيه مدربين كده يعني فيه مدربين في مصر مش عايز اقول كلمة معقدين عشان كلمة جميرة بس ممكن مدرب فكره دفاعي مثلا ما يشوفش راجل بلاي ميكر مثلا ان هو عند قواليتي نلايب جمع دا وانين هو مدرب كان بلعب سردباك هو وجهة نظره في الكرة شايف حاجة تاني عايز واحد يدافع فممكن يقت اللعيب زي دا عشان يلعب واحد تاني اقل منه بس اللي في عيان احسن طب قول لي برضو يعني اوكي يعني انت تشيرت تبطرت تغيرها اه احد تاني خدها والبست بادر مثلا بست ناتة البست رقم تاني البست اتنين تعريبا اه اه ودي كان ايه زي بست اتنين انا فاكر اه لان انت اصلا بديتني مرة لبست اتنين ايه صح ايه صح تمام اه وبعدين امور بقى والناس ليه بزي بيقولك وانت بتكسب بالحكام طب انت جاي ليه انت الاهلي بيكسب يعني البنت على فكرة ان انت تتلقى في التلفزيون في يوم قلت الاهلي بيكسب بالحكام وانت اصلا مكنتش قيل بالشكل دوت يعني فالانطباع اللي انت جاي اصلا صفكه مش مقبولة مية في المية اه لا خالص خالص يعني في الاول ان ما قابلوني ما تقابلتش احسن ومع بقى كمان ان كان جيل كله كان الاهلي واقع في فترة دي كابتن يوسف كان ميشي اللي هو بقى الدروب الكبير او لما هو الجمعة كان بيبطل ماتش المحلة ما طرد لو انت فاكر ولما قولين كان بيبطل احمد سالن بالزبط الجيل كله كان بيبطل فكانوا بيطلعوا كريم بامبو تريزيجي رمضان صبحي ناصر ماهر كنت انا رأي حانا احمد الشيخ وحمني زاكي واسلام رجدي وفاروق ورزب كلهم لعيبة كويسة بس ما اتجمعوش نفس الوقت فهم يعني انا حظنا الوحش ان احنا اتجمعنا ما عندناش ما كانش في لعيبة عنده كان لسه بقى متعب موجود وكان غالي بس اخر سنة ليهم يعني اللي هو كان برضو متعب في اخر سنة كانشن البيك بتاعهم يعني مع ان متعب هو بيبطل كان برضو هو اللي بيجيبي جوان يعني انا متعب بالنسبة لي احسن يعني مفيش مجاش فيروت في مصر زاين متعب بيقول يعني صعب كان متعب بيقودوا له بطل لو انا حضرت بقى انا عدش بشوف ده بقى وكفي عليك كده وكان بيجيبي جوان في اخر ديه برضو هو اللي كان بيكسب الاه فأ بصمع أعماد متعب ده يعني فت مش فت وزنه زايد ووزنه مصبول وستطبيع مش طبيع واحد بس حقيقة وكشخص من احسن ومن اجدع الناس اتعاملتهم في حياتي. هو اخت جنب. خلال بالك فيه ناس. فيه ناس اه انت ممكن ما تحبه همش في الاول. هو ممكن يكون مش ما بعرفش يتكلم. هو مش افتماعي. اه. فانت تفسكره اه نوع متعالي او بتاع متى ما بيتكلمش كتير. خالص يعني اه اه اكتر واحد غالبان شفته في حياتي على فكرة. متعالي متواضعي جدا. هو طويلة. وبشوف بعناية الناس لما بتيجي تصور معه وعمل ازاي. بس هو مش هيبقى المبادر في المكلام مسلا. مش هيو اللي يفتح الكلام. اه. فانت تحس ان هو يعني اه لا مش عايز يتكلم او بتاع. دي حقيقة. فانا بقولك من اكتر الناس اللي اتعاملت معهم اه وبحب غالي جدا. اه وعشور. فيه لعيبة كده الصراحة لحد النهاردة بنتكلم يعني. فانت جيت وسط جيل يعني اه كان العمالقة بي بيبطلوا يعتبروا. اه. وبعدين انت دخلت مع الجيل بقى التاني اللي هو كانش بنفس القوة اه. مش كده. بزبط. يعني جينا فترة اه والنتايج بقى كان لسه كان اخوان كارلوس جاريدو. مدرب كويس جدا جدا. واللي اتعامل ما عارف ان هو مدرب كويس. لكن الفترة دي كلنا ما كناش محظوظين. كلنا عارف الراجل المناسب اش في الوقت المناسب. كلنا لعيبة كويسة بس مش دات توقيت ان نتجمع مع بعض. يعني جاريدو لو كان حضر بعدها بسنتين كان كسر الدين. يعني خذ بالك. يعني ولو كنت جبت. اه. الراجل خن بطولة في الاول والاخر يعني. الراجل خن بطولة. خن بطولة صعبة جدا كانت الكونفدرالية. بس. وخدت سوبر كمان. اول مجال كسب. كسبنا زمالي. تم حضرتها اش دي والله. حضرتها. حضرتها. اول يسبوع واخد تلاب بطولات. خدت سوبر وكاس مصر وكونفدرالية. تلاتة. في اول يسبوع لها في الناد الاهلي. وما لقيتش. يعني لسه جاي خد تلاب بطولات. خدتهم انتم في الفندق يعني. وسبحان الله يعني الفرقة اه والفرقة ما كناش نادي الاهلي ما كانش قوي اوي. يعني الفترة دي كان نادي الاهلي كنا فرقة جماعية. الراجل خلانا فرقة بنلعب كرة كويسة. فرقة جماعية. بس ما عندناش شخصية البطل. مش الفرقة اللي تنزل قبل الماتش كسبانة. ايه. نادي الاهلي ما كانش. تعاني عشان تكسب شوية. اه. وخلي بالك نادي الاهلي برضو استمر فترة على ملائع شخصية الفريق البطل انه هو قبل الماتش. ابو تريك اول جمعة بتبقى. ومتعب. كنت نازل الخسران قبل ما تلعب الماتشاط الاهلي. الاهلي خلاص كتاك تسبب. اه. وانت بتلعب الاهلي. وانت بتلعب الاهلي. شخصية الاهلي اختفت بعد الجيل ده ما بطل تلات اربع خمس ست سنين. حتى لو بتاخد بطولة بس مش بالاريحية اللي انت بتاخد بها قبل كده. حتى لو بتاخده كمان الجماعير. اللي فرق قوي برضو الجماعير. الجماعير يا ده اهلي كب مرعبة. دلوقتي الماتشاط برضو من غير جماعير اللعيبة تساوت يعني. بالنعيبة بقت زي بعض. ودي اللعيب ده ودي الاهلي. شيله من الاهلي وديه فرقة تانية مش تحسي. اه اه يروح الاهلي ممكن يختلف شوية بس مزي ما كان فيه جماعير. اه موضوع الجماعير خلى كل اللعيبة شهواط. انه مكتيش جماعير. بقى كل الفرقات حاجة يعني بقى اه بالزبط. بس لا بس برضو يعني ما فيش جماعير والاهلي باخد كل بطولات وكل حاجة. بس اقول لك حاجة ممكن يستزعل مني. هل الاهلي انا انت عارف ان اهلاوي بس الناس بتقعد بقى تقعد. في ناس لازيزة اهو. ما انت بتقول انت بقعت الفلوس ما نجيبك عشو. هل الاهلي اه لا لا هل الاهلي. في افريقيا مرعب. يعني هل. اه مرعب طبعا. يعني. يعني. انت فاخر اربعة سينة واخد تلاتة افريقيا. يعني في حاجة حاجة اكتر من كده. ووصل للاقي الرابع يعني يعني يا فهم? مجدي افريقيا يا فضيت. انه لعيبك جامدة فمتعبش افريقيا. لعيب ما بياخدش بطولات رغم انها فضية. لكن اول اه ده افريقيا في الاهلي بيقمي. طيب انا عايز اكسو اهل بس دلوقتي اهل كان بلعب في الهاي في افريقيا مين في اخر الوداد. الوداد. او الوداد وخسر المرة وخسر اللي بعدها. طيب. هل انت الدوري التونسي. او الدوري اللي هو بيوصل نهائي. الدوري التونسي كارسة. مغربي. المغربي. التراجي وكل دول ما هو التراجي. اه 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 اه. او التراجي مش مرعبين يعني انا قد لعب الاهلي في اللعبة راجي في رادس لا بتبقى الموضوع مرعب يعني او بتلاعب اي فرقة في بلعبها بتلاعب النجم بتلاعب فرادين فرادين تخض دلوقتي برضو اللعيب الافراجة الجامدين قوي كلهم احترفوا كلهم بتلعوا بره فالموضوع بقى فاضي دلوقتي شوية يعني بقى افريقيا مش قوية اوزي للاول النادر الاهلي دلوقتي بقى فريق جماعي اكتر من هو فريق معتمد على الافراج بالزبط يعني النادر الاهلي لو لعيب غاب مش هتحس بيه عادي عادي الراجل عامل ان النجم هو الفريق ودي حاجة صعبة عامة مش حاجة سهلة لكن النادر قالي فترة من فترات لو افلافيو وابوتريكا ومتعب ما بلعبوش الموضوع هي مع ان الاهلي كان قوي بس كان فيه نجوم اقوى من الفريق ابوتريكا بركات احمد متعب فيش بديل بالحكم بالقوة دي لا مستحيل يعني اوباين خلي بالك اللعيب برضو المواهب قلت قوي عن زمان يعني ما بقاش فيه ابوتريكا تاني مشانا ما بقاش الناس بتقل يعني المواهب عمالة بتقل يعني خلينا نقول المواهب الخارقة مش موجود يعني امان كان فيه سوبرستار لا بديل لا اولا ومثيل لا زي ابوتريكا دلوقتي انت اصلا مرشات العادة انت بقاش عارف مين تلعب اللي قدان يعني ممكن انا قفل لايلعب انا مصر ملعب لايلعب في خمسة ممكن يلعب منهم تلاتة اي تلاتة عادي دي حقيقة دي حقيقة بس خلي بالك برضو موضوع الجماهير زي ما بقولك عشان ما مجيش برضو على اللعيب قوي هو زي ما هو برضو بموقع في حاس انت برضو جو جو هادي كده وما بفيش حماس برضو لأ فيه جماهير برضو بتسخنك عايز تبقى عايز تدي كوبري عايز تبقى ترقص عايز الناس بتعرف الزيطر اتجل انت عاليا شوية اطلع كرة مع الخط بتاع انت وانت بتاعب خماسي وعشرة بتفرجوا عليه غير وانت بتاعب خماسي حاش فرج عليك وانت في عشرة بتبقى عندك الحامية شوية فموضوع الجماهير دي بيخلي اللعيب احسن من مستوى الطبيعي عاشر مرات يعني موضوع الجماهير ده ممكن يكون اخر يعني اخر كل مصريك والله اصلا خصوان الفرقة كبيرة طبعا اخرها جد يعني وخلي بالك برضو ان اللعيبة بتقلم الجماهير انت لو فيه جماهير برضو بتبقى خايف شايل همها اي اه اي لو لو زاموا عليك ولا حاجة هتبقى انت اعلان فالجماهير برضو غير انها بتحفزك هي طبعا بتخوف الفريق اللي قدامك وخصوصا جميلة الاهل والزمالك والاسماعيلي بقى والمصر يعني بص انا محظوظ ان انا لعيبت برضو انا حضرت الدوري الحلو يعني انا حضرت العيبت الدوري لما كنت راح القى بمصر بورسعيد والتحاف في اسكندرية ده كانت فرح بالنسبة لي كانت حاجة وكانت حب المطشات دي بحبه وكانت تخوف برضو عشان اكون صريح معاك يعني برضو ان انا روح لعبت حد في اسكندرية والاستاذ متأفل كانت حاجة ممتعة وكان المطش في الدوري ممتاز مطش كان بجد المطش كان صعب كان مش اي حد العبدالي ممتاز خلي بالك ومش بقالل من اللي موجودين دلوقتي بس الدوري سهل للوقتي اللعب بقى سهل اي حد يطلع اي حد يلعبه مفيش عادي هيعادة ممكن يدالي عادي يعني لكن الجماهير الموضوع صعب المصر بورسعيد مرعب اللي تحاف في اسكندرية مرعب باسماعيل في اسماعالية صدقني الموضوع لو انت اللي عيب كرة جامد اوي معناك الشخصية مش هتعرف تلعب يعني مهمة اوي بعندك شخصية برضو مم دلوقتي اللي امور مش كده لا الامور اسحل طيب بالاهلي يعني بعد كده بقى مشيت من الاهلي ازاي او ايه الاخر مشيت من الاهلي انا اللي مشيت من الاهلي يعني ادي اهلي ممشنيش انا اللي مشيت يعني انا رحت انت بردو تمرمت يعني بك رايط وبك ليفت وسرد بك ودفندر انا العاية اقول لك حاجة الصع؟ نوعي الجمعة لعبه باكلفت. هيبقى عامل ازاي? انا احترامي انا بقى الجمعة اهمل ايه بتاريخ مصر. في الحتة دي. مم. بس لعبه باكلفت. هيمشوب. مش هقول لها هيمشوب من النادي. الجميل اقول لك دي يابوز ازاي وهيمشوب من النادي. اه فالموضوع. اه فالموضوع. اه لها ابتوا مقرأت حتى. يعني. مش اصد يعني. مش اصد يعني. المساك يعني. ما ده اللي بقوله. ما هو الفكرة بقى ان انت مدرب الاجنابي. انت لعبت فين? هحكي لك مدرب الاجنابي. لا لعبت في كل حاجة. انا الراجل كان عايز لعبني على حصان عشور. شايفني احسن من حصان عشور. يعني الراجل خابلك حب الراجل لي يا ظلمي. ان الراجل انا كان عندي مزء في الخلفية واللعاب عارفة الكلام ده. محمد داني كان جاي بقدوم وانا جاي مع عندي مزء. عدت عشرة ايام ولا اسواعين مع الراجل سيمو خورخي بتاع الفيتنس بتاهل معانا بتاع التاهيل. وكان له خدت الحدوم بتاعته ودخلت عادت مع اللعبة في معسكة. هو عشان الراجل عايز نلعب. انت متخيل بقول لك ومزء. واتخانقوا مع لعض سيمو خورخي وجريدو. اتخانقوا ان قال له هيتعور. والراجل كان مطلود المطش ده كان يلاقي بالجيش في الجيش. كان مطلود واعد فوق في المدرجات. وبيتكلمه في التليفون. الراجل قال لي تلعب على مسؤوليتك لو تعورت انا ايش دعو بيت. اللي هو سيمو خورخي. فقال له لا خلاص ما بقلاش يلعبه بتاعه. فالراجل كان بيحبيني بطريقة هو مقتنع ان انا نلعب كويس قوي. فهلعبك في اي حتة. هو شايف ان انا عندي الامكانية. شايف ان ساعده ونجيب لعبة كويسة بس في المكان بتاعهم مش هيعرفه ويبتدوا الحجمة مسلا. اه دي كان وجهة نظره هو يعني. هو وجهة نظر ان شريف بيعرف في العب بيعرف في طلعب الكرة من داحة. بيدافع كويس. وخلي بالك انا مصر كلها تلاتة كلمة عليا في مطش وزمالك لما لعبت على مصوعة فاتح وكسبنا اتنين لما لعبت باكلفت. لما قوم من زكريا ربنا يشفيه. حط الجنين. فاكر المطش قال لي وزمالك. مطش ده كنت بالعب باكلفت. وكسرت الدنيا والناس تلاقيت قالت ده. المطش اللي بعدها قالك ده يمشي منه. لعبت بما مطش بتعليك ده بحش قوي ده مش شو. فهي دي في 24 ساعة بدفس اللعي. ده هي الكرة كده. فموضوع الباكلفت ظلامني اني مش باكلفت. ولعبوني باكلفت. ولعبت في نص الملعب. بس انا في نادي الاهلي لو كان لو قال لي هو في جون كنت هو في جون يعني مش هنجدب عليك مش هنجدب عليك مش هنجد. ما كانش عندي ساعتها برضو الشخصية ولا القوة النظرة اقول لأ. لان عارف لو قلت لأ مش هلعب. يعني برضو بقية مش فكرة الشخصية والقوة. فكرة ان انت مضطر بقية يعني مطلوب منك ان ان انت كلقت تبقى تحت الامر الفرق. مطلوب منك وفي وقت مدى وقت حتى كابتوى الجمعة في مطش كده. قال لي يا شديف قل له. ان انت مش عايف تلعب. لان فعلا اني حاطيني في نص الملعب. واش بتاعتك? لعبني على حسام عشور. احنا كده كان يعني يعني لعبني. كان حسام عشور سليم. موجود موجود. وحسام عم نضحك اصلا يا هو اول شايف ان انا حسام عشور. فانا بقول له احسام خلال اول شايف كده اعمل ايه يعني يعني انا مش بتاعت. اول راجل شايف ان انا احسن من حسام عشور. في الكورة العالية مسلا انا هعرف اخد الكورة العالية. هو عايز لعب نص الملعب قوي جثمانين وبالتحمه. هو بدور على موضوع مسلا ان انا فيه تخبيط في الهوى فانت ممكن تخبط الكورة التانية ممكن يعني هو شايف ليه وجهة نظره براحته بعيد. بجريدو اه? اه. فمشيت ازاي السؤال انا جانا بعدها اه كان فيه مدرب جانا بعدها اللي هو اسمه ايه اللي هو برتغالي اه. بعد جريدو? اه بحب صالح. اه بحب صالح. اه بسيرو. بسيرو. جان الراجل ده هو اه فكره في الكورة ان دلوقتي احنا خمس لعيبة. كنت انا واحجازي ونجيب و 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 ربيعة وسعد سامير. كنا احنا خمسة في المكان ده. فكره ان احنا مرتبنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد واتنين هيلعبوا. و تلاتة واربعة موجودين. اه خمسة كنت انا بقى. اه واحد اتنين خمسة. تمام? ده اللي في التلاجة ده. و ياريت في التلاجة لو حد احصل له حاجة من هو ما ادخل بقى مبارة التلاجة يا تلي طلعنا. اه. هو عنده عشان العب لازم واحد او اتنين اه لازم يموتوا مثلا. ما فيش واقف. او الله يعني هو لازم يحصل لهم حاجة انه ظروف قاهر يعني ما ما يجوش تاني. اي. لكن لو هو اتوقف وانا لعبت. وكنت كويس. يرجع تاني اه يرجع تاني واحد. يرجع مكانه عادي جدا. يرجعه تاني. يعني لو انا لو انا اه هو شايف ان مثلا انا لعبت وكنت كويس ما بش حاجة اسمها كده يعني مع ان هي الكورة طول عمرنا تعودنا ان هي فرصة. ايو. اللعب اللي في مكان. تمسك في الفرصة اتكمل بها. انا مش افتهاش في حياتي دي. اما لعب بتوقف. وانا بلعب. وانا بطمرة ليه معاكم. عشان العب. لما اجي القصة دي. اه طبعا. يعني انت النهار ده انا لو انا عندي لعب كواليتي بتاعه عالي. انا شايف ان هو كواليتي بتاعه اعلى من اللي جنب. فانا بلعبه. فالراجل ده توقف. اه. خدت اللعب من اللي كواليتي بتاعه اقل فوجيت نظري. لعبته. هو ماشي كويس. بس انا عارف ان اللي تاني ده هيرجع يبقى اجمد برضو. هرد عليك بقى ردين. ام. اول رد في السردباكات ما بشفتهاش كتير. ما شفتهاش في العالم كله غير مسلا اقول لك مالديني مسلا. اه. كراورو مسلا. ما تمام. لكن هي دايما بتحصل في النص الملعب وفي الحاتة اللي قدامي. العيبة الفزة قوي اللي بتعاملك الفرق. السردباك عشان اعمل الفرق مش كبيرة قوي. يعني بتحصل كل ما يجي لك ابراهيم سعيد. اه. لو عندي ابراهيم لازم يلعب. عبد المانا مسلا دلوقتي. دلوقتي الوحيد. بص بعد ابراهيم سعيد. السردباك الوحيد في مصر. اللي عنده كل حاجة. يعني هو مش اسرع عن السردباك في مصر. سعد اسرع منه على فكره. سعد سامير اسرع من عبد المناء. بس هو سريع. هناك حجازة في كرة عليها احسن من عبد المناء. بس في كرة عليها عبد المناء الجامد. inletOش بتاعه في ناس التاكلين بتاعه احسن من عبد المناء. السيغوة بيعرف تزحيل haceحال. فانا احب اللعاب اللي عنده تمانية ونص اسرع من في كل حاجة. ابراهيم سعيد مكانش اسرع على عيفة مصر. في ممكن بفي حد قتاكة اسرع يعني في ناس اسرع من ابراهيم. بس مايتخدش اسبريند. ابراهيم سريع. فعبد المنعم عنده الميزة دي. عنده من كل حاجة. تمام. مش طيب يعني هو اه بعد انت ما لعبت وخدت كويس. رجع عادك تاني. اه يعني لو معنا كابتنوال جمعة الفترة دي لازم يلعب معاك لتوقف ورجع يلعب. تمام. لكن الفترة دي كلنا كنا صغيرين. كلنا زي بعض. معادي يعني كلنا ما فيش اه كناش على بعض يعني. انا وساعد ونجيب ورامي. واحجازي بص احجازي كان لسه جاي من برا. سردباك كويس جدا طبعا وراجل ونجم يعني وكل حاجة. بس الفترة دي. يعني شبه بعضه كلنا. مش شايف ان ما كانش في حد اخصى لقالي ما كناش كويسين قوي يعني. اي. فهو الراجل وجد نظره انه يلعب رامي واحجازي. وساعد احتياطي. ونجيب برا الاسكور او احتياطي. اللي هو الرابع بقى. يعني وانا برا خالص. اه. لما ربنا يا ريت بقى انت. فعاد فترة فشافوني طبعا بالتمرين كنت بروح بقى ماليف. بروح التمرين بجد. انا واحد موظف. انت تتمرن بلا هدف. اه. انت كاي كاي مشترع. والمداري بالزاكي ان ما يقفلش الباب لكل اللعيبة. يا مداري بالزاكي التلاتين اللي اي بيبدل فتح لهم الباب. يعني ده لأ انا ما بقولش ان راجل ده مزاكي. بس هو الراجل ده عنده قناعة كده غريبة شوية يعني. يعني. فطبعا كنت بروح التمرين محبط ومش عايز اتمرن. فكابتن سال ابو حبيس شافني. فقال لي شريف انت مالك. اقول لي. لأ يعني انت مش عايز اتمرن. قلت له لأ عادي وبتاع بس انا حصل كزا الوضع بالنسبة لي. مش مش تمام. سيبوني يمشي يعني. طلعوني عارة. انا مش مش هادر ارعب في الظروف دي. باخد فلوس. بقى ارعبت النادي الاهلي والفتر دي هو معروف. ومشهور وكل حاجة بس ماليش دور. روحت قلت لهم فقال لي يا ابني في حد بمشي. قلت له انا عايز امشي النادي الاهلي. مش فكرة النادي الاهلي. النادي الاهلي انا انا دفعت فلوس من جيبة عشان انا في النادي الاهلي. وفي ناس هتطلع تقول لك يا عم ده بيتكلم عن النادي الاهلي. ولا مش مشكلة اصلا يعني انا مش فريقني. يعني الناس اللي طلع تقول لك. انت ازاي تتكلم عن فكرة النادي الاهلي ده. هو عاد يتفرج على تلفزوه مش فاهم حاجة. انا هو لو لو يدفع فلوس من جيبة مش هيدفعه. انا دفعته من جيبة. فهو بس يتفرج علينا. يعني يوم ما في ناس بتقبيني في الشارع بجد والله عزيم. الموضوع ده انا بتعصب منه يعني. كان الالترس بقى بيقابلوك في الشارع يقابلونا. كأنك مسلا اه شغال عندهم. انت زي ما رجعتش انا انت بتحب النادي. بس انت وانا بحب النادي. بس انا بتشغال عندك. يعني في الاخر احنا كلنا بنلعب علشان النادي الاهلي. فلو انت بتحب النادي مش هقول điك انا بحبه وقلي منك ولا اكتر منك. كلنا بنحب النادي. وانت مش اهم مني في المنظومة. خلي بالك برضو لازم نصحح المساة وقولك ان من غير جميل اه ماش. عائدة مهمJesus. نت comments. انت مش اهم بالعيد. لا مش اهم. لا لا من نسبة مغلط. انت لو عندك لايبة مش جامدة مش تاخد حاجة. حتى لو الجماهير عندك خمسمائة مليون فلسطاد. يعني دخل بقى يعني مليار. لا 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 اهم حاجة في المنظومة اللاعيبة. الجماهير مهمة. بس اللاعيبة طبعا هي اللي بتلعب. فمش مقتنع بالكلام ده يعني الجماهير حلوة بتكمل اللوحة. شجع النادي وبتحب النادي واساسية وكل حاجة. علشان الكرة اتعاملت مغيمة زي مصرح مفيش متفرجين ما هو مالوش لازمة. بالزبط. بس انت للوقتي فيه ناس بتتفرج. وفيه ما فيش ممثلين هيمثله. يعني لا. هي هي في الاخر. يا بص. لو وصلت انا اسف ريبولك كيف بس لو وصلت مين اهم مين لا اللاعيب اهم. لا الجماهير مش هجيب لي بطولة. الجماهير مش هتاخد لي دورة عبطال افريقيا. الجماهير مش هتحطي لي جون في اخر دقيقة. لا. اللاعيب اللاعيب هو المؤمن. يعني بقى بغض النظر عن الى اه. اخباص قال لي ما احنا مات بقى? لا مش بقات بيتمات بس هي الحقيقة. ما بغضنا برك عسنا مش طلعة يعني مش عايز حد. الكلام ده وقت اللعب طبعا صعب يتقال يعني تعال برضو الجماهير في الاول في الاخر ده ملأ لك هي الكرة للجماهير. انت ولت كلمة حلوة المصرح بدون جمهور ملوش لازمة. فهي في الاخر يعني كرة في الاساس ما ينفعش للجمهور يعني فهم? الكرة من غير جماهير دا ما تقيله ملاش اي ساعة. انت لازم تشجع ناس جمدة. ناس هتجيب لك بطولة. فهي المنظومة انا 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 مش بقرين هم بعض. مش مين اهم. بس لو واقفنا عندي مين اهم? هقولك اللعيب طبعا. اللعيب. يعني اه فانا بالنسبة لي لازم الجماعير تفهم. لان انا كنت بشوف حاجات انا متعب كان بقعب ان اقول ان متعب كان بتقاله كلام مسلا يضايقه. هو بيلعب من الجماعير. مسلا. معين المتعب دا يعني. أنا عمل لندر اهلي حاجات يعني. لا لا انت تتكلم عن متعب؟. طوتي دا ما عملش طوتي دا اللي هو يعني العظيم بالنسبة ليه في روم. عمل ليه في روم. اجاب لهم ايه? ولا حاجة. كان اقصى حاجة بالنسبة ليه ما بيمشيش. جيلوا رأب مدريد ما بيمشيش. وصالوا ال فاينل. يعني ما عملوش حاجة. تعال انتكلم سراعة. طوتي عمل ايه في روم. ولا حاجة. لأ يعني. العظيم. عمللهم ايه? لأ هو يعني مش لازم مش لازم زائم اللطول عشان تبقى ليجند لأ ازاي مش لازم لأ يعني يعني ممتع يعني كان لعيب ممتع لأ كان لعيب ليه دور في النهاية روما اي حدا عملها في الكرة كان توتي طيب متعب جابه طرات لنادي الاهلي قادي توتي خمسين الف مرة يعني متعب عنده كان لديت ان يفضل عشر سنين محدش يتكلم معي لأ انا متفهم معك فيديو لأ انا متفهم معك فيديو يعني اصلا متعب لما يغلط عادي يعني ده الرجل عمل كل حاجة في الكرة فعادي يعني ما ضيع جنو زعلت ليه انا بص انا كنت بشوف حاجات والله العظيم لو ناشئ ما يقبلهاش يعني متعب ده كان بيتقاله كلام ومتعب ده كان بيشوف حاجات ممكن يلعبه عليه وواحد صغير انا مقبلهاش انا لو واحد لا يمكن مرش نادي تاني يعني ممكن ما اقدرش وكان بيرضع عادي لا لا كما في الاحترام وكما في الادب وانا بشوف ان الناس الناس شايفة متعب بطريقة وبيجي لحقيقة ان متعب تنك ان متعب شايف نفسه ان متعب ما يقبلش ان يوعد احتياطي متعب كمي والله العظيم متعب مرة سخنوه اخر عشر ثواني والا اخر ربع ساعة تفتكر الواحد بتاريخ عما بمتعب يومي سخن اخر خمسشار ثانية انا بقول لك انا ممكن ما اقومش يعني شوف بعمل عادي انا متعب بص فين وانا فين بس بقول لك انا لو قلولي خمسشار ثانية هم سخن هم سخن يعني هم اعملية خمسشار ثانية يعني متعب الام عادي وسخن وفي الاخر ما نزلش كمان انا حضرت الموقف ده مش هزيقول المدرب يعني مصري صح? اه مصري ام سخن وفي الاخر ما نزلش اصل المدرب الاجنابي بيحترم الحاجات دي والله للاسف يعني اه دي حاية دي حاية يعني برضو حت مدربين برضو اني بقى نرجع لان انا عايز عايزة عايزة طيب فانت قلت له ما انا كده مليش دوره بتاع فابتكيب اه فكان بشوانس فارق عامر كان سامحك بقى عايزة الكبرى اللي انت بديتهم كان بسامحني وهو الراجل بحبيني جدا صراحة وانا بحبه جدا وفريق شموحة كان برضو فريق محترم محترم وهرجع كتن فريق كنت رحت في شهر واحد كنا رحنا برضو الصفاقات كانت كويسة اوي كان انا وحمدي زاكي وبرهيم صلاح فالفترة دي رحنا اضافة للفريق والفريق كانت كويس اوي فانا برضو ما هطلع من الاهلي اكيد عايزة اروح فريق اعرف الاجواء فيه وارجع كابتن فريق يعني ارجعت كنت كابتن فريق لاني كان كله بقى ابراهيم عبدالخالق وحمودي وطريق حامد بالقدام مشيه خلاص وقوكة كل الناس دي مشت وانت طبعا برضو انت ماشي من الاهلي عايزة تروح فرقا لو اركب فيش اوالعب بقى خلاص ماشي عاعد لسه بقى خلاص روحت بقى من حظي المناي لقبيلك كابتن حلمي دولار طبعي من ده حظي بقى سبحان الله يعني انا بمرانا مدرب كابتن ميمي عبدالرازق ميمي عبدالرازق مدرب الفريق وروحنا واخسرنا ماتش سفرت اجازة وكان قابلها كابتن حلمي وباش مانس فرج عامر كانوا بجدد بدربوا بعض على الهواء في تليزيون لو انت فاكر خناقة بجدد يعني فاكر انت خناقة دي خناقة جبيرة جدا فاكرها كويس خناقة مش عادية مستحيل ان كابتن حلمي رجع سموحة مستحيل لأ خناقة لا تقبل الصلح انا زمارة اسبوع ليه كابتن حلمي طالما بيكلمي بيكلمي تبنيني من درجة كابتن حلمي انا بقلع فين انا انا في سموحة ولا بلعب فين كابتن حلمي جائنا ازاي موضوع انتهى انا مش بقى قالل من كابتن حلمي بس انا قصدي ازاي اضفت يطفت السيناريو بالنسبة لك مستحيل سناريو غريب قوي رحت رجعت بقى كابتل حلمت ان هو اللي طلع لي وادني منتخب مصر هو اللي سعادني وعمل لي كل حاجة رجعت بقى لما كان ليا اسم موضوعات مختلف تماما كابتل حلمي بدور على الناس محدش عارفه عايز يطلع ناس هو اللي يكون بطلعها فيه ده فكرة برضو مدربين عارف وانت حضرت انت جيبت العيبة معاه وعارف مين جاي مش بقول لي مش بلقبسك في الحيطة معاه لا 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 فكر الراجل ان هو شريف تعارف شريف لاب فخلاص ده شاف نفسه ونشوف بقى غيره فلما رجعت وانا كابتل فريق ما ده بقى حظي له ده كان ممكن يفرم معاه قوي في الكارير يا عماتة اه لو ليه بقى لان الاهلي مكنش عنده سردباك يعني ياسر ابراهيم سموحة مشوه من غير فلوس كان هو انا وانا في سموحة اه كنت بقى لعب انا وايمن اشرف وياسر ياسر انا كنت بقى كابتل فريق وكان ياسر حبيبي اه وكلمت الفترة دي اما مشوه قالوا لقعط في البيت رععت في بيته ما بلعبش ما فيش حتى كلمت باش مانت فريق عشان نرجعه تاني فبص بقى اقول لك بص للقدر يعني انا بس لو لقبت خمس مطشوات كان زمان يرجعت بيتحقق مش لاقيين سردباك مش لاقيين سردباك اشتروا ايمن اشرف اللي هو باك لفت لعبوه مساك خدوه مساك فاقصد اقولك ان الفترة دي لو كان يعني لعبت بس انت رجع انت رح تسموحها مع كابتن ميمي عبد الرازق لعبت مطشوات ولا لعبت لعبت طبعا لعبت بعد كده كابتن ميمي ماشي جي كابتن حلمي بس خايب قالك برضو في حاجة ما خدمتنيش انا بقى لي ست سبع شور في الاهل ما ولعبش خالص فانا كابتن ميمي عبد الرازق بقى سعيدني في الموضوع ده ان انا رايح مش فايق اه لا لعب وانت مش فايق واخد وقتك وارجع الا هابت مطشوين تلاتة وكويس تاعه اكيد مش مش احسن مش حاجة عندك عندي بس هاجي اكيد كده يعني كابتن حلمي جي مع كابتن ميمي جي كابتن حلمي يس ابراهيم في الموقوف لان كابتن حلمي هو اللي جاب يس ابراهيم من المنصورة للزمالك تمام ابنه فين ياس ابراهيم ده في البيت جاب ياس ابراهيم وكان فيه محمود عزت تمام فرجعت من السفر طبعا كنت تقلوه ان انا في عمر انا كنتش في عمر برضه عشان اكون صريح معاك. وصحازي وعيش قابلت انت كابتن الحلمي برا اهنا في سافر. لا. الله العظيم. لا. احمد ابن وصحبي اصلا وبيحبه جدا. اه. فطبعا انا قال لي بقى العمرة في ايطاليا كنت عاملت ازاي? هو بقى عارف من ابنه. اه. 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 وخصامي. لا بقى حاجة بقى انا لسه الرجل ما سلمتش عليه. وعشر تلاف جنيه قسم على كل يوم. حاجة كده قصة انا كابتن الفريد. لا او انت كابتن الفريد والنمرة اه عمر او طروح ايطاليا. فاهمني مش فاهمني. انا كابتن. لا لا طبعا مقولش كده. بغند النظر. خدت اجازة زيادة انا لقيبة تلات اربعة ايام يعني. اه. هو الدوري موقوف. اه تمام وكل حاجة حلوان. فالمهم اه خصام لي على كل يوم اه فلوس. مش حق. حق ومليون في المية. اه. وقال لي مش هتلعب. قلت له طبعا. الناس بتتمرن ده زي اكيد. انا ما بنلعب ايمن اشرف بنسخن جاله غضروف في التسخين. بنلعب باللعب المقصة هو بيسخن تعور. اوكي. غضروف تقطع رجبته. فانا راجل ما بمفرنش. وانا موافع على لده بتقوله. لقيتهم بيجروا علي يا عددك يلا عشان هتلعب. بلعب يا جناعة وترجوا. انا بلعب فنادي الاهلي انا جاي اعارة. انا ولعبت المقصة وبعدين هلعبوا لي بقى كلفت. برضو. فانا وبعدين انا مش جاهز. وبعدين الكلام اللي اتقلم كابتان حلم ان انا وانا فعلا مش جاهز. انا مسلا جيت التلاتة لمقصة الخميس. انتم بتحق يعني ده 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 هريك. هو ده تهريك منك اولا. هريك من لنا كلنا اصلا. اه. يعني هو تهريك مش مني بس. خبلك. مقصة الخميس جاي التلاتة برضو. التلاتة دي فهم مش عارف. وقالولي انت برة وتمام. اه. وفقت. فجأة لقيت نفسي جوة على الدكة تمام. قلت خلاص مش هلعب. فجأة الله هنبتدي الموتش ده. فده تعريك من كل الناس من المنظومة كلها ده تعريك. يعني اللي بحصل ده. ده تعريك. وممكن يبوا سمعيني وكل ده على قوة بس انا 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 مش بغلط فيهم. انا صدقني ما مغلطش بحد. انا بحكي مواقف كويس بحدش عارفه. اي. ففي الاخر اه. لقيتهم بيقوليه. وتهم لا 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 انسوا. ودي كانت بقى خناعة كبيرة واقبتا حلمي. ده بقى خناعة كبيرة جدا. تهم لا لا مش هلعب. اولا النادي اهلي متفرج عليها. ثانيا انا مش هلعب باكليفت. ثالثة هنسا جاء اول امبارح. عايز تلعبني وطلع ياسر باكليفت ولعبني ياسر باك. يعني انا هو واحد هتشيل حاجة. انا هو واحد لسه واقع بغرق. اه. يعني اهمسك نفسي شوية في مكاني. لك انا هتلاقي باكليفت. والمقصة كانوا مع كابتن اه اب جلال كانوا بكسبوا اي حد. اي. فانت في ماتش. ان انا الماتش ده ممكن مش ما رجعنيش الاهلي. ممكن ما رجعنيش احد تاني. يعني ممكن خلاص عليه خالص. خلاص عليه خالص. فطبعا هو ملاجدش. ملاجدش. وخيه وخسدنا اربعة سفر. لانت. انا ربنا نجاري يعني. لان ربنا نجاج بس برضو هتشيل. معانا معانا في فرق برضو خايب لك انا البشوانس فرج جاي من ديني رقم كبير. وانا جاي اساعد الفريق. فانا برضو وعايز ارجع الاهلي تاني. في كواليس كابتن حلمي مش شايفها. هو بقى من وجه نظره هو بيبص النفسه. وانا برضو ببص النفسي. وللفريق. انا هدر الفريق لو لعبت باكلفت. انا مش جاهز. والفلوس في مصر. هيقول لك ده واخد قد كده. وده جا خسر. هيخلصوا يعني الموضوع كله. فانت عايز تلعبني كده. موضوع صعب. حصل خناق بني وبينه طبعا. عمل اجتماع بعدها. واللي مش عايز يلعب معي يرفع ايده وخناقه ومش هلعبني. قعد باقي. اه عمل معي برضو حركة كده. باللعب عايزة تتوقف فانا لعبت. كسبنا ام بي في ام بي. كسبنا. اه. مع احترامي محمود عايزة من من اكتر الناس بحبه وسردباك جامل جدا. وانا صبعا بحبه وانت عارش. جميل. وهو ياسب رئيب. لعبت انا واسل وكسبنا. كسبنا. اه. الرئيجانة بعد المطش يعني تخيل عايزة تتوقف مع احترامي حتى مش قولك انا اسمي اكبر منه ولا جامل اهل. احنا تاتة زي بعض. احنا زي بعض بالزبط. ايه. اتوقف وكنا فرقة وكان الفترة دي باعكاتة هلما كنا ماشيين واحش. كسبنا بقى. الطبيعي? تلعب بالسردباك ايه? صح؟ الطبيعي. اه. انا مش هقولك ان انا جاي من الاهلي وعزة من المقولين. لا احنا الاتنين بنا انا هتسوعهم بعدش عرفنا. لقيتوا بعدها بنالجون المحاضرة. شديف حازم برا وعزة هيبدأ. فدي بقى الحاجات اللي انا زلمت نفسي فيها في الكور. امتو قمت سبتهم وروحت. في المطش. حصل. يعني ده ده امتو قللو انا راح الحمام بروحت حد ستيته وروحت. او الله العظيم. بس اهلهم. وانت فنت بعد دكة. بس وانت فارج بكلمني بتاعه ولا رديته مشيت بقى رجعت الكاميرا مش قادر. يعني انا حسنت ان انا يعاني تاني وانا ماشي من الاهلي. انا اللي خلينا مشي من الاهلي بقى. يا فهمي يعني يا زعيل. ما قلت قعد مرمي بقى انك وخلص. بقى ايه يا مجد في حاجة برضو انا تعملها معايا لما هو الجمعة يكون بلعب. تعملها معايا لما يكون هاني سعيد بلعب. ابراهيم سعيد بلعب. يرجع يلعب من البيت. مش تقليل من عيزت. بس احنا التلاثة زي بعض. انا وعيزت وياسر كلنا شامع. اصح ايه وجهات نظر في الاخر زي ما قلنا يعني. بس انا متفاهم اللي تبت. وجهة ملصنوا وبعدين خلاص. هو الصدام اللي حصل مع كابتن حلمي من الاول هو السيناي وبالنسبة لي كان واضح من اول يوم. انا انا حسيت ان كابتن حلمي في فكرة تانية خالص. ايه عايز لعب ناس تانية خالص. وانا انا لو اعرف ان كابتن حلمي مسك شموحها انا فكرة هي برضو كابتن حلمي من اكتر ناس بحبها في حياتي. برا الكور. اه. هو بيموت فيه على فكرة. برا الكور. ايه. لان بعد كده. قبله اطماطعم بقى. لان اهو قال لي قال لي فترة راني سابلي وابلع في امي كلمه عشان نرجع كنت في المقاصة. هو قال له لأ شريف دبني. اه. بس ما نلعبش مع بعض تانية. ودي حقيقة. ما ينفعش التاجي. وانت كابتن حلمي بس ما نلعبش مع بعض تانية. ودي حقيقة. وده احسن خلي بالك. حلو اوي. بدل ما يعني مسلا لو خلص ما هو انا بالنسبة لي لو قال لي ان انا بحبك بس يعني ما نلعبش مع بعض وابقاش في فريق واحد. ده ارحم من ان هو يقول لي تمام ويخلص علي. اه. سوي بعدين. بعدين بقى حصل اجتماع وكابتن حلمي واللي مش عايز يلعب وهجيب له فلوسه لحد البيت. ودي ده كان ده كان اكتر قرار خدته غلط في حياتي. خلص علي في الكرة. ان انا لو طوله مش عايز اكمل وتمام وانا دوني فلوسي وانا مش هاجي تاني. دوني بقى فلوسي وقال لي اه وهو حالف ان ان لو العيب مش عايز يلعب اجيب له فلوسه لحد بيت وهوصله وعمل اللي هو وقاله وفعلا قعدت في بيتي وبقى مرتبة بالزلي كل شهر. قعدت اربعة شهور في البيت لحد من دوري خلص. خلصت على عرشك خلص. خلصت على نفسي. انا ماشي من الاعلي كان جاري دوري كله كان بيكلمني. كل الدوري كان بيكلمني. ماشي من الاعلي ما كلمنيش حد غير فريق واحد. غير فريق اين? الجيش فريق بحتلمه جدا وكل حاجة. بس انا كنت شايف ان انا لسه صغير ان انا عايز برضو العب فريق في جماعيل. عايز بيكلموني. يعني هم برضو انا طريق لعبة انا حاسف يعني هم بيحبوا العيبة الكورة الكلام ده. ايو. كلموني كان انور شلوفة. وروحت الاسماعيلي مع الله يرحمه الحجة. حاجة بصعود. حاجة الله. طبعا الاسماعيلي ما كانش فيه حن بياخد فلوس. رح تاخدت فلوسي مؤدنة بكلمة ده صعب. كان عمر طارق انا ذاكر بقى عمر طارق راح قابلي باسبوع. خد فلوسي راجع فلوس تاني او فلوس. اه راح ومرتحش وحصل بالتصة ومشي. بزبط انا روحت الفترة دي. وبقى عادت بقى برضو حاسب على حاجات غلط انا وقلت بقى السنة هتبدأ. وبتاع برضو روحت الفترة كان هم بيلعبوا كان بيلعبوا كاس مصر. لما مؤمن سليمان خد كاس مصر مع الزمالك. كان اسماعيلي وزمالك. مضيت الثلاث او الاربع الماتش الجمع. فانت الناس بتتحط في موضع ويه بقى ولعبوني. انا بقى الاربع شهور ما بقى منش حاجات البيت. هتلعب. انت خد فلوس فيها هتلع. خسرنا الاربعة. انا 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 حظي. غير الاربعات. لا الاربع الاولين خدتهمش في طمقص. ايه. كش معي. فركت عليهم. فركت حضرتهم برا. الا الاربع دول بقى شفتهم لايب يعني ايه. صنترت انا بقى. فالمهم اجينا. اه بجيب الجورة صنتر. خلنا الاربع دول. فبقولك على. كنت عايز اقولك على. يا الاسماعيلي كبدايا برضو مكانتش موفقة قوي. يعني بتاع بس مشيط بعيكها كويس. اه. مشيط كويس قوي. جالي الواحد السعودي. انا وآآ توريك جابريل. الافريكي اللي هو الرايب جامد قوي. مش عارف اتا فكرة لنقى. فكرة طبعا. اه. هو او مش دي. هو بلا تحت الفرود اكتر يعني. اه. وكان فيه احمد مجدي برضا. احمد مجدي روح معنا بس مش معاي. اه مش من الاسماعيلي. اه انا بقولك فده كان بالنسبة للاسماعيلي انا جيت. خدت نص الفلوس دي مسلا في فترة. خدوا الفلوس في تلات شهور. فبالنسبة لهم اللي هو كان كويس قوي يعني تمام. والفترة دي برضو الاسماعيلي ما كانتش موفق قوي. فطول ما جماعة سيبوني اطلعوا كده. والراجل ميش يطوريك طلع معي. ورحت الوحدة. ودي حاجة يعني انا نفسي برضو بعد الحلقة دي بقى شوف دي على فترة سعودية. انا خدت احسن مدافع في الدور السعودي. في في الاسبوع. في الاسبوع. اول اسبوع رحت وخدت اه فرقة. داخل فيها في الدور الاوليك الاتنين وعبعين جول. احنا الدور التاني داخل فينا اتناشر جول. الدور اللي قدت كله داخل فينا اتناشر جول. كان معنا اه كابتن عدل عبد الرحمن. ايو. جال الاتفاق السعودي كان مدارب بتاع جريده. كان عايزني. اه اه اتحطيت في منتخب الاسبوع بتاعهم ده اكتر من اسبوع. وبلعب في فرقة واحشة قوي. الفرقة واحدة فرقة كانت وحشة جدا. دايما يا بسط. عبطت والفريق اه ما كانش فيه لعيب غير اللي هو ما عاش ممكن تعرفه ولا فرود مختار فلاتة. اه اه طبعا. وراح الهلال بعدها ولا مش عايف راح ايه. فمشيت كويس هناك. برغم ان الفرقة بقول لك ما كانتش اه احسن حاجة. جال الاتفاق جريده ماشي وانا اللي مشيته برضو. انا اللي جبت الجول فيهم. فمشي بعد المطش ده. كان كوفي بلعب كوفي محمد كوفي كان فريق. اه في الاتفاق. مشي بعد المطش ده. اه وبس. يعني الاتفاق كان ناسكو جريده وكلمو ان انت تجيله مثلا اللي بعدها. جريده يكلمني هو اللي عايزني. اه بس جريده مشي قبل ما ما يجيب. اه مش يعني الجريده اللي كان عايزني اكتر من نادي يعني. خلاص. وكسبناه مطش ده وانا اللي حطيت الجول وعما اه. ما انت قولت تحط الجول اه غريبة بقول. اه غريبة صراح. بجيو جان في اوقات ما مش مصح. لازم افكر في المدربة بقى. فبعد كده اه بعد السعودية اه رجعت بقى اه المقصة. كابتن اه الاول كابتن اه اب جلال كان عايزني انا انا بحب الرجل ده جدا جدا. وكان نفسي يلعب مع الرجل ده. عمري ولعبت معي. وما حصلش النصيبي نلعب معي. كان اه اه انا الشلوفة برضو كان انكلمني. نلعب معه كابتن اه اب جلال. فكان كابتن اه اب مسك امبي. لما كان في فترة واحشة اوي راح اعضهم لو انت تفكر الفترة اللي ماشي معهم وبعد كده اه راعد زمالك من امبي. بزرطة اونا كانت بقى كابتن عبد النصر محمد انا رسا يبني النادي. فكانت الفترة دي كان ممكن اروح وانا جاي فري فقدر اتحرك يعني. فكابتن عمد سليمان كان مسك المقصة. والمقصة كانت تلعب في افريقيا. كنفدرالية. فقلت اه المقصة وافريقيا لعب وفا عايز اعب افريقيا. رحت المقصة. و اه اه لا. رحت المقولين. رحت المقولين اسبوع. اه. اسبوع بزبط. مضيت? ده بصي افضل مش. اه رحت. لا مش. انا انا في السعودية اتنصب علي. ما خدناش فلوس. انا و احمد مجن يوتوريك اتنصب علينا. وعملنا اشتكينا اتحاد السعودي. اه طلعنا اشتكيناهم. جينا الراجل من السعودية قاعد معنا انا محترم جدا. طبعا ما اخدناش فلوسنا كاملة. اخدنا جزء من فلوس. اعملتوا اتفاق يعني. اعملنا اتفاق. اخدنا مسلا تلاتين فلمائة اربعين فلمائة من الايميل المفروض ناخدها. طب ليه ما كملتش في الشاكة وليه? ما عارفش حاسي الموضوع عيطول وخلاص. وانت تخلص وتقفل الصفحة. انا قعد استنى كتير قوي ومحابي محامي بقى دولي هياخد اصلا نص الفلوس. فانت فاهم الكصة يعني كده. اكي. اه اه رحت المقاولين. انا جاي من من النادي ما اخدتش فلوس. جيت المقاولين. قعدت اسبوعين تلاتة ما انا اومر شوف لعيب جديد بيجي يمضي ما اخدش حتى اي حاجة. فكصة غريبة بالنسباني. فاتكلمت معيهم. اخي بقى بس. النادي لطول عمري بلعب فيه. انا ابن النادي وابن تربي في النادي. خير النادي علي. لكن انا جاي المقاولين بلعب من غير فلوس على فسان ايه. فيش عراقة بينه وبينكو يعني. ولا عرفهم ولا عرفوني. يعني انا جاي لعب في المقاولين. انا جاي لعب في المقاولين نادي كويس في كل حاجة. والنادي محترم. كان كابتن عودة ساعتها وبتاعه كان رئيس النادي اللي هو لسه موجود دلوقتي مهندس محمد عادل. اه موش في عكورة. موش في عكورة. عمل اجتماع. فقلت له انا مخدتش بعمل. عدنا تلات اسابيع تقريبا. ومحادش بتكلم. كان حسن الشامي وكان نازي كلها. محادش بتكلم باي حاجة. اما تمامه. ماشي كويس. انا محتاج فلوس بقى. فقلت له انا مخدش فلوسي. مخدتش فلوسي. فحصل بقى ازاي وان يقول ويتكلم. ازاي يقول? مش ازاي ما حتى ما طلعوا ليش المؤدم. ناسبتهم. يعني انا لما رحت كان المؤدم الشيك بتاعي طلع. مش عايزيني يدهولي علشان انا عملت المشكلة دي. ان انا اتكلمت في فلوسي. عاعدوا مرانوني كده يومين تلاتة الواحدي. وان انا ازاي يتكلم في الفلوس. والشيكات طلعت. واتلوا خلص خلوا الشيك معاكم. وانا كأني ما جيتش. انا جيت مسفعودية على المقصة. ما جيتش المؤرين. تمام. وعملنا الديل ده تمام. وراحت المقصة. وخدت عقودك? خدت عقودي وراحت المقصة. خدت الفلوس بتاعتي. خدت المؤدم بتاعي. ولعبت في المقصة سنتين. اوكي. لعبت المقصة مع كابتن اه اعمد سليمان. اه. وعلي كده بقى في ميدو. كان في ميدو. مزبوط. اه. حضرت حضرت كابتن عمد سليمان وكابتن وكابتن ميدو. كان فيه حد جاء في مصف افريقيا كده اسبوع او حاجة. اه امانويل ده بان. اه تقريبا. اه. بس وعكا كورونا بقى. ايه. شكرا. عدنا بقى خلاص. سنتين. اه. المقصة مع ميدو. دي كانت برضو فترة يعني كانت صعبة مثال. وحظ محنش ماشي. والمقصة كان فرقة فيها نجوم كتير. واتضع فلوس كتير وفاكر جابه وصفقات. وبس مع الامر ما مشيتش يعني. اه. اه. كويس اول انت برضو. عشان عايز اتكلم شو عن ميدو كمدرد. اه. او عموان موضوع التدريب بالنسبة لي. اه. اه. خلاص دلوقتي بقى مشاتل عطب لحد وبتاع انت بطلت. فمش فريق لي بقى قول ده كويس ده. وحشة احكي لك. فيه المدربين في مصر. فيه انواع. يعني فيه عموان في العالم كله. انا هيقول لك مسلا للتكلم في الكورة. مش شرط تكون لعيب عظيم وتكون لعيب عظيم. صح. الشرط تبقى لعيب عبكاري. خيب لك فيه لعيبة ربنا تدريبه موهبة. هو مسلا ممكن يبقى اه بنا ادم او انسان متعلمش عاجب حياته ويبقى جاهل مسلا. راجل اتولد جاهل متعلمش بس ربنا تدريبه موهبة. صح. مش معنى ده انا هو بفهم في الكورة. هو ربنا تدريبه موهبة يلعب بيها بس. ايو ايو. معندوش اه اه الفكر او 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 النظر ان يشوف ده. انه يدرب ويدير ويحلل ويعمل. لا. يلعب بس. بالزبط كده. فانا بقولك اه بس برضو في حاجة مهمة بقى. لان ده في مصر يكتر الاول موضوع الناس كلها تتكلم في الكورة. اه. انا بالنسبالي واحد لايب كورة وبتكلمش في الكورة كويس. احسن واحد ما لايبش كورة خالص. اه في فرق. خيب لك. لازم على الاقل يكون برضو مارس حياة. انه هو برضو يعني انا بشوف ان في ناس. لمس في المجال يعني. في ناس ده وقت كتير او بس اطلع في براومنج عمرهم بلعب كورة. خالص خالص. بس والله فيه بيفهموا. بيفهموا بس اداني كلام علمي ونظري الكورة مش نظريا. الكورة برضو فيها حاجة لازمة فيها تجربة انت عيشتها. ليه? لاني فيها اوقات. بص التجربة اللي انت عيشتها بتحسن. وبتديك بتخليك تكلف كورة احسن وعلى ارض صلبة اكتر. ولكن في نمازج لواحد شايفها ملعبتش كورة بس تميزه جدا في الكلام في الكورة الصراحة يعني. الكلام في الكورة حلو. بس اللي لعب كورة عارف ان انت نفيزه صعب. يعني خلي بالك. انا قاعد في التكييف في الاستوديو وبجد تشوف اللعيب بلعب كورة. انا ملعبتش كورة وفيه كورة مثلا النحت الشمال. او فيه كورة في حاجة معينة موقف معين. انا عمري اصلا ملعبت كورة. فانا عارف هو قاعد عنده الكبيرة. شايفها سنعلا. لأ وبعين هو بيبص هو كأنه بلعب فيفا. هو ده مفوض يحطها كده. او مسلا يعمل هو برضو لو ليه بقى بس انا هو مش هو مش غلط. لان هو ملعبش كورة. هو هيعرف ان الموضوع صعب. وهيعرف ان لو في الديا سبعة وتميين و الديا تسعة وتميين. ان الفكر اللي بفكر فيه ده بيهرج. انا ما فيش الكلام ده. انا ميت. فاهم يعني. انا كسردباك عارف لما اتفرج على موضش مسلا عارف اللي بلعب ده. في الديا خمسة وتميين. الاسترايكر عمله كده وحطها يا جون انت بتتكلم معه ايه? هو خلصان. صعب يعني في حاجات في الكورة لازم تكون لعب ده كورة عشان تفهمها. فده اللي بقولولك بقى. لكن الكلام في الكورة ان هما بيتكلمه. النظر البحث ده مراجبكش. لا النظر ده ممكن يبقى واحد من ضمن خمسة ستة في جهاز بيتكلمه في الكورة. نسمع الراجل اللي بيفهم ده. نسمع. زي الراجل كان بمرنا الراجل اسمه دكتور المحمدي. مع كابتان طلعت يوسف بتاع احمد. اه. كان بيجرينا ساعتين مسلا في التمريق. انا عمل الصبح خمسة وتميين لفها الصبح ساعة ستة الصبح ليه? يعني ده في الكورة لو الفيفا ده بكتب بقولك. لو الفيفا عرفت الكلام ده ممكن يلغو النشاط في مصر. انا واحد الصبح والله العظيم. وده مش افدة حقيقة. اه. بننزل ستة الصبح. اجري ساعتين ساعتين. يعني كم ديئة? مئة وعشين ديئة? اه. مئة وعشرين ديئة بلف حوالي ملعب اشوف اجيب كم لفة. هتفيدني في ديئة كلاب كورة. تموت يعني ممكن قلبك يوقف. يعني فاهم? انا بتكلم ان في حاجات اه وانا مش بقلل منه. بس دي الحقيقة. وده اللي كان بيحصل يعني. اه. ويا مجدي فيه مدرب في مصر. مش هقول لا مش قصدي على حد يعني. فيه مدربين في مصر. اه يمسك فريق. هو ما عندهش فكرة خالص عن اي حاجة. بس ربنا بكرمه ويكسر. بقى مدرب عظيه. وهم مدرب زيرو. فيهم مدرب كويس قوي. يشتغل. وجد شاطر. ورب اللي ما وفقه. وانت سردباك وانا باكليفت وده ده لي شغله. وانت تخين اه ارفع ده مش عايف ايه كلنا مش نفس الشغل. بيمرن كل اللعيب وبيمر وعارف بيعمل ايه وعنده برنامج وميدو كان كده. عنده برنامج خالي بالك. ميدو التركيبة سبحان الله كان عمل ماشي كل سعف كل حاجة. حاجة بالاسباب كلها وشغلة علمي جدا. هل تفتكر بقى ما تعالى نقول بعدها جاب مدر جابه جابتن جمال واحد مساعد انت عميدو مسك شواء اسمه كابتن جمال. اه. ونفس الفريق وكل حاجة كسب مطشين. بقى هو بقى عبقاري كابتن جمال. لا ايه ملاش علاقة. طب ميدو ميدو يعني بتقول لي قولي قولي مدرب يحكي لي. ميدو مرد اللي بحكو لك انه في مصر. لا لا على ميدو بس. ماشي ما هي مصر للاسف لو عملت كل حاجة صحة مش هتنجح. ايه حاجات الصحة اللي هو عملنا هقولي? جاب اه. يعني اه. كل نموذج المدرب اللي عادي. هقولك. فاهم? ميدو كان معاه الفريق بتاع الاحمال مش طبيعي اتنين فرنسويين جمدين جدا جدا جدا. جدا يعني. انا اتمرنت معي جانب انا اتمرنت عاكل الناس. فقدر اقولك ده جامد ولا مش جامد. اه كم معاه اه 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 بيفهم في الكرة كويس اه بتحليل قويس بترجع على مانشاط وقصة دي كلها وبيقدر يحلل المباريات وكده. اه فترة اعداد عملناها نموذجية. وقت وتمارين واحمال وكل حاجة. اه ميدو اه ما بفريش معاه انت اسم يعني مين اسمه ايه ده بلعب ايه صغير كبير ما بفريش معاه الكويس بلعب. ميدو في الموضوع ده. انا شايف بكل الاسباب عمل كل حاجة والنتايج ما خدمتوش بس انا عشان بس ما يبقاش الحالة انا جاءتكلم عن ميدو بس هو انا قاضي فيه امسينة كتير. ممكن مدرّف في مصر بقولك عظيم. طيب بص المدرّبين في مصر عم مثلا. فرينا بقى نتكلم عن القصة دي شوية. المدرّبين في مصر وعقلياتهم هم مختلفين عن بعض تماما. طبعا انت واحد من الناس ان انت مصنف كده لعيب. لأ مطرقا. دي مقوم طرقع. آآ يعمل لأ مضموص. لأ مش عايزه معي فوت اللبسه اصلا. ده يا عم بلون شعره. ده بعمل تكتوه. ده مش عالف ايه. ده بينزل صور آآ عضلاته وبتاعه مختلف بحاجات تانية مش مركز. دي كلها حاجات آآ اتقلت عليك ولزق معاك. آآ تمام. آآ. دي حقيقة. دي حقيقة وعدت آآ آآ كان حتى لما صلت مع ميدو بقولك كنت بغير في عربيت يعني كنت بغير لبسي في ربيت كتر ما انا بجد عارف انت بقى اللي هو يعني خلاص. ليه يعني بتبقى لابس حاجة يعني مختلفة فانت ايه بتبقى الان يعني بنرد الساعة. بس خايب لك ما هو يعني هو في الاخر آآ مش عارف اقولها لك ازاي بس صدقني الموضوع هي ازواء. انا هو انت ممكن تبس حاجة ما تعجبيش وربس حاجة ما عاجبكش. بس خلاص انا تمام احنا متوقف يعني يعني ما عندناش مشكلة. لكن مش كل يوم بقى هو يبقى لفه بقى النهاردة هو بقى شريف. هم انت الحلق النهاردة هو لابس ايه. شريف اللابس وشريف عامل وشريف مساوت. اه فا قولي كده بأضواء تلوين شعرك والتاتوات ده مسلا وجيت بسبب مشاكل اللي انهي دوره جاية. خيب لك حانف انت زي مسلا لعيب اللي كان بيقول لك حاجة. فيه لعيبة كده لابس جزمة ملونة. العيبة كده لابس جزمة ملونة. لعيبة كرة ممثل عنده كريدت انه هو يطرقع. لعيبة كرة ممثل لازم وده جزء من الكاريزمة بتاعته. يعني انت انت مالك. بس انت هو مش جاي تجاوز بنتك كمدرب يعني. ومش جاي يقول لك اه انت مش بسأل عليه. بصلي بقى بصليش ده كويس. بصلي بقى بصليش ده الربنا. ده مش ليك انت اه انا انا مجري في نفس المكان. الاحسن يلعب. ايه. لا. هو اللي بسمع الكلام. اكتر وانا وانت عارف انا فيها ممثلة في المكان بتاعي كانت تمام ولازم تصلي قدام المدرب ايه قدام وبصلي الفجر. عشان نعلع. وبتاع في نفس تعمل كده. اه. انا يا مجدي عندي مشاكل. عندي مشاكل. الشخصية بتاعتي مش كلنا نقص. عندنا حاجات نقصة. ايه. بس لو كان لو كان حد احتواني كان زماني الكارير بتاعي بقى احسن من كده تدير. بس خلي بالك مش معنى ده انا مش راضي عنه. انا راضي عنه مليون في المية. الناس بتعطي الكلام علي. بس خلينا لحد النهاردة بعتولي انا بعمل مسلا بتاع تلاتين اربعين بلوك كل يوم. لحد النهاردة. بكملين معايا. فاهم لحد النهاردة. انت خلصت على نفسك. يا ربنا يهديك يا جماعة على فكرة. انا مش قاد في التحليل بشحت. ولانا قاد مسلا بتاعه وبيعت ببيتي. انا راضي بالله. مصدر على الحمد لله. لا مش على تلوس. لا لا انا راجل انت بتقول ايه يا عم انت عاد فراج علي. انا راجل راجل ناجح. انت فاهم غلط. ان الراجل اللي ايابت في نادل اهلي. انت لو بتنتقدني ات بتشجأ. انت في يوم اليوم حتى لو شايف ان انا ملعبش في نادل اهلي. بس انا كان عندي هلم وروحت له. انت انت قاعبت اه. وخالي بالك انا برد عن الناس اه. في فترة كده بقى بتجنن برد على الناس بقى وبيه دوه. اه فترة بس. لا لا فترة ببقى هادي مش كل الفترات. فيعني والله العظيم بقى لي فترة كده برد على الناس بيهدوه. واحد يقول بقى مثلا انا بقى دعي لك. مش عارف انا بعمل ادعيل. تمام ايه? كويس. انا انت يا ابني خلصت على نفسك. انت مش عارف ايه? انت كنت بتاع. طب خلينا اقول لك حاجة في التاسة دي برضو. يعني انا لو مجد الوقت اوجه نصيحة اللعيب مسلا. لازم اقول له في وقت من الوقت بصراحة يعني. لازم برضو تساج امورك في اوقات. بص. اه. يعني ان عرضة ان عرضة مدرب انت حر. دي حقيقة. وانا عارف ان انت زي ما قلت انت مش راح تتجوز بنتو. بس في الاخر او مدرب. الموضوع اللون الشعر ده ان انت تلونه مسلا تطلب شعرك ابيض. ايه لا يا. لا انا كنت انطلعت يوسف مرة واقافني ولا مش معاهم. انا كنت انطلعت يوسف ممتلاني برا كنت برا ماتش. مرة برا الماتش. كنت ببيتنا. يوم التلاتة عملت شعر ابيض. كنت في البيت عندي. الاربع واقافوني من غير ما يشوفوني اصلا. هم تقريبا شافوا صورة على سوشال ميديا شافوا حاجة ان انا عملت شعر. هل تفتكر ده يعني. والراجل كلمته على فكرة. يعني انا كان لقت بيه مش احسن عاجة خالص. انا عور ما كلمته مدرب في حياتي وهو مسيكلي. عمره ما حصل. ولا في تليفون ولا كلمه ولا اسأل عنه. ما بحق بيش اصلا. بعد ما ميش يكلمته. بالمرة الوحيدة اللي يكلمته في حياتي. وقال لي يا شريف انا كنت في اوقات كان بيوصلي كلام عليك لكن انت بلادم كويس. وانا كان الناس بتوصل لي حاجات. والراجل محترم جدا جدا. انا عفكرة كشخص يا راجل يعني. اه. مش طبيعي. اه. نتفق نختلف فنيا. هو لي وحاجات في الكورة ممكن ما تمشيش معي انا. ممكن ما تمشيش مع ابنه هو حتى. يعني مش قصد يا حاجة. كابتن طلعت ممكن ينتقد ابنه. يعني ابنه نفسه ممكن يزع من اه. كابتن طلعت يقول له حاجات ما تعجبش ابنه كشاب. ايو. كابتن طلعت من زمة زي ابويا يقول لي حاجات مش هقتنع لي. هو مدرسة عسكرية صرفة يعني. فهم? وبعدين برضو ايه انت انت جيت برضو في وقت كابتن طلعت جيمة قصة. في توقيت الفرقة بتزرق فهم? فهو ممكن يكون القصة دي كانت ضغطها برضو. ضغطها ايه ما كان بتفرج عليها في المدراجات وكسبنا. يعني كابتن طلعت مسك في المدراجات مسك ماتش ووقعت مدراجات. كسبنا فيه. تاني ماتش عاعدت احتياطي. مم. لا المودي واحمد كتابل عبر احمد سامي. كسبنا. يعني انا انا ما عافش ايه الفكر? ايه هو انا مش فاهم هما بخيب لك انا برضو انا حاسبت على الحاجات مش بتاعتي كتير. انا الناس جاي لي متحفزا لي. فيه ناس ما تعرفنيش هو جاي متحفز. الشريك حزم ده اميليا مش هاكل في غط اللبس. حزم ده بيتكلم كتير. ايوة. بزبط. ليه? ما انا حاسبت. لاني فعلا كنت بعمل كده. بس اخر سنتين تعد عناش كده. اه بس اللي سمع. اقول لك حاجة برضو انا لما كنت جامد اول بيت رجد وكنت لعيب جامد قوي. يعني مش هقول لك فكرة انا عبر يا ببت مفتري. انت ممكن انا بقول لك انا الحاجة لو هاي ده بتبسطني اسأل عليا كل عمال الملابس في القدية كلها. ابسط ناس. اسأل عليا دول. انا دول اللي بعملهم. البقائين اصلا محدش طيب. مفيش حاجة في تقول عليك طيب. ما شوفت هايج دي ما او بنادم طيب. ما بتحصلش يعني ما. مش مقتنع على بحاجة اسمها في في المنافسة في طيبة. انا وانت بالنفس باعة. ما مش هقول لك وانا يا عبدالرحمن ربنا يا كنا ما كنت رعب علي. مش هبقى كده. لكن اكيد ربنا ربنا يوفقك. وتبقى كهائل بس بعيد عني. فهم? ان شاء الله كل عم في حتة تانية بإذن الله. ربنا يوفقك فيها لكن مش هقول لك. لكن انا انا في الفترة دي في احسن فترات حياتي بترجيت وفي سموحة. اللعيب لما برضو ويجي لي الدوري كل سنة الدوري عايزني. انه برضو بيشوف نفسه شوية. حسب بنفسك. فانا عمري ما شفت يوم ان انا ممكن الدوري ما حدش يكلمني في الدوري. عمري فكرت فيها. انا كده كده جامد وعمشي بان انا اروح حتة احسن. اه. مش مش مشكلة. مش في بماغي بقى يعني لعبوني لو ما حدش لعبني. لا لا اروح حتة تانية. انا مش عايز اعط. انا محبش اعط. صراحة. ما حسبتاش عن مدد طويل انه ممكن الدنيا يعني. انا كنت عايز برضو خالي بالك. كان عندي اتن وعشين سنة مسلا ولا حاجة. واحنا برضو كجيل مش معك. انت بدأت بدأت امتى يبقى ليك اه مسلا لايف ستايل مختلف يعني مسلا تلون شعرك مسلا تعمل تتو مش عارب ايه. انا عندي اربعة شهر سنة في مدرسة الموبيل. انا ونتوا براهم سعيد كابتن طريق السليم الله ارحمه. احمد سميل فرج عمل شعره انا و احمد سميل سبغني شعرنا بس احمد كان بلحب الاهلي قبلي. كابتن طريق السليم قبله وقفوه وكابتن صالح السليم. اه. فانا بعمل شعري لما براهم كان بعمله. ايوه. انا خبالك انا ممكن لما اتعرفت شوية فالناس فاكر انا بدأت اده انا وانا عندي تلاتة شهر بعتشار خمسون سنة. انا بحب انا سنة عندي مشكلة بحب ابراهم سعيد قوي. بص بص هقول لك انت في مصر عامة مدربين بالذات اللي هم يعني الجيل القبل الجيل الشاب دلوقتي كابتن طلعت يوسف كابتن مختار. اه كابتن حلم طلان. اه يعني اما بيستفزوهم فكرة مسلا اه لعيب عامل شعره وكزا. لعيب تتهاد كزا. اه لعيب انا عرف لعيبة كتعملة تتهاد وكتب بتغطيها وتلبس بكم. علشان علشان مدربين ما يشوفوها يشفهم? بص انا مش بقول لك ان ده صح. ولا ان اما ان ده المصرود يختلط بالكرة. ولكن انا بقول لك ان اللعيب الزاكي برضو احيان لازم يبقى قاري. يعني معلش هي الكرة في الاخر هي مصدر. عارف انت انا ما هيك. بس انا بحس في اولاك كده برضو ان ده بني ادم يعني انا معلش يعني اخب تتوه. وانا عملته بص موضوع التتوه انا ما عادش هو حرام ولا حلاب. بس انا متأكد ان هو حراق. اه هو اكيد حرام. واكيد ما نفسيش ان انا موت به. عشان بس بفاهم. واكيد ان انا نفس اشيله. حلو. بس انا عملت الاستغفال الله عظيم يا ربي يعني عملته. يعني عملت بقى ربنا يعني يعني ربنا نحن. اه. فمدرب ميه يهالة منه بتاعي يعني الهالة بقى من ربنا. المدرب ده مش هلعب ميه مطشين. يعني اي ما اللي عايدنيش. معه بيقص على مستقبل. حدو لحيب للمك في كده. انت مفوض يعني فيه مش سايسة يا فيه امور. انا عندي مشكلة ان انا اه دماغي ناشفة الصراحة. بس في الاخر مش هطبل انا شايفك ان شايفه تطبيل. الناس ده هيستفزة مدرب فقى هيزلمني مش قولك ان هو يبقى فيه. هيزلمني عمله برضو. والله يا ماجيجي مش فكرة عمله بس انا عطت انا تلات اربع انت لو سألت الناس عاليا في المقصة هيقولك شايف حزم متغير تغيرتي جدا انا في مقصة كنت باية كنت اغلب واحد التلاتين لعيب كنت غلباني قوي بقى واخد جنبه. ما بكلمش مع حق. واخد جنبه وشعر ابيض. اه مي بس انا جاي لهم كده. انا جاي لهم كده انا مجيتش ميدو مرة اتكلم على بسم مورسي فاكر لما في الموضوع يا جماعة كوني العيب عام شخصية. وده جزء من شخصية العيب. في ناس ممكن يكون هو لما بيشوف شكله كده بيحب نفسه كده عايب افاين في الملعب. ايو. ايه 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 وجهات نظر. بس انا عايزونا بقى لحاجة. او. ديفيد بيكام حكيك بصة ان هو كان عامل شعره ارفت ديك. على الفاكرة ارفت ديك. بكرة طب. وان فركسون شافه قبل المطش. قال لك انا خبيت شعر يومين كنت لابس اه ايس كاب في التمرين. انا هيقول مش فجأة. عشان قولتها فجأة وفي المطش عشان ما يبقاش لي يعني ما يلحقش يتصرف. قبل المطش قال له احلقها دلوقتي. ودخل حلقة قبل المطش. وده فركسون تفهم? فان في النهاية. بس ده سألك كهن. شوف بقى فركسون بقى كان بلعب. ده مش قصدي حاجة. نفس. لا 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 دلوقتي. دلوقتي الاجيال برضو. بس خبالك برضو. يعني ابراهيم سايد كان موضوع السابقة صعب. بعد ابراهيم الموضوع بقى لا الدنيا بقت اسهل يعني. طيب بس القصة دي عازيتك صح? مليون في المية. التتوات والشعر والحاجات دي مليون في المية. لان هو جاي شايفك ان انت هو فاكر انه انت مش ما اعتمتش عليك. شايف ان ده مش في دماغه اصلا. اه. شايف ان ده بقى مش محتاج كورة. في ناس شايفة ان ده اصلا ولا في دماغه. ده ايه اللعب تاع. فاتزلمت في القصة دي طبعا. ولو رجع بيها الزمن اكيد قال الحاجات كنت بعملها. طبيعي. عشان مصر عايزة كده. وعشان الناس هنا عايزة كده. لزبط. عشان شغلي عايز كده. كان ممكن ما بطلش دلوقتي. كان ممكن ايكمل شوية. بس اه اه كنت الحاجة اللي اقول لك ان اقراضي جدا ان انا عملته في الكورة على فكرة. يعني الناس اللي بقول لك اللي بتقضي انا انا معافش ليه بصعب عليهم او ليه شايفينك. انه زي صالح جمعة زي الناس كتير ده حارب. صالح جمعة نجم كبير. لعب في الناد الاهلي. لعب في مدخب مصر. اسمه صالح جمعة. الناس بتشوفه تصور معي. لا لا. الناس اللي بتغلط. بس لازم يصعب عليك. لان انت لما اشوف العيب كان ممكن يلعب في برسلونا. ولا ايه. ولا ايه. مسلا. ما لعبش في الاهلي حتى مسلا. بشكل يعني كافي. ماشي. لازم يصعب عليك. او صالح وهو يعني لا لا. في فرق بين انه في فرق بين ان هو اثر في حق نفسه وفرق ان هو راجل نجم كبير. لازم تحترم من العمل. ولا او حقق. صالح كان يحقق احسن. لا بس هو حقق. يعني انت لما يبقى عندك مية وتعمل عشرة. لا لازم تصعب عليك. بص انا انا. اه وانت تكلمني على صباح. طبعا شتي فيه مجروحة يعني. بص انا عارف انا عارف انا فاهم انت بتتكلم على ايه وفاهم انت عايشة معي. بس انا في في انا بصعب على الناس تتكلم مع ابراهيم سعيد ده ضائع نفسه. كويس. بس ابراهيم سعيد ده اسطورة. لا 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 لا. سيكون من اللي بيقولوه ابراهيم سعيد في الكورة. من اهم اتنين جون في تاريخ مصر دي من تسعة مكورة بدأت لحد النهاردة. اهم اتنين في التاريخ. يمكن بالنسبة لي هو مسلا كابتين بيبو مسلا. ما حضرتش كابتين بيبو. ما شفتوش. يعني سردباك في تاريخ الكورة المصرية. لحد النهاردة. ومش هيجي زيه. ابراهيم سعيد. مش هتكرر يعني. كاكوالت. فانا صعبان عليا. في ايه لو مدرب كان مسلا يعني زي كابتين جواري ما كان بيبو مع ابراهيم كده. ياخدوها مش قولك ياخدوها على قد عقله. وابراهيم مع الحبيبي وصح. بس يعني مش ياخدوها على قد عقله. لا يحاولوا معه مرة واتنين وبالراحة ويعني. تفتكر. افزل معه مجهود. انا معك ان في مصر المدربين ما بيجلوش معقول مع اللايبة خالص. انا انا معك في دي. افزل موغبة زي ابراهيم ما تستهلش ان انت. تستهل. تطبطب. واتحاول بالطريقة دي. وتحاول بالطريقة دي. وتنزل للواقع وما تديش الوش الخشب كل الوقت. انا اصيبك من الناس. وبس مورسي اصيبك من نزل كلها. احنا كلها اللايبة كويسة بس كلها شبابعض. فيه زينا كتير قوي. لكن ابراهيم سعيد ده ما فيش زيه. انت بتتكلم في حاجة انت حرام عليك. انت انت حرامت مصر من موغبة. وخلي بالك ابراهيم انت بتعرفه كويسة. طبعا. ايه مشاكل ابراهيم بيزبخ شعر احمريني. بيجي بقى. يعني حاجات برضو. وفترة في فترات. انت ممكن زي ما انتقول مسلا يحصل شوية التهور. بس في الاخر يعني يستحق ان انت تبزل معا موجود انك ترجعه للطريقة. مواهب يعني فيه حاجات كده في مصر مش هتحصل كتير يعني صالح يجوم على نفس الكلام. مش مش هيكرر كتير. يعني صالح بالنسبة لي من اهم برضو ناس جات في كرة في مصر. بس صالح خد فرص كتير اول. عشانا كون برضو صريح معاك. صالح خد فرص مفيش لعيب خدها. صالح بقى اتعمل معا اللي انت بتقوله ده. انه اما حاوله مرة يعني زي ما انت بقول كده. اه. اللعيب الوحيد اللي شفته باب عنايا انه خد فرص. ما يعني ما خدهاش لعيب في تاريخ كرة من ساعة ما بدايت. تمام. قولي انت يعني بتحب انت اللايف ستايل اللي هو اللاكجري يعني تما بيقولي يعني انت بتحب مسلا اللبس مختلف براند كويس. اه. مش بتكلم مع قصة مادية انا بتكلم. ما في ناس معا فلوس كتير جدا. وتحس وانا بوسطة واختياراتهم. انت اختياراتك ديما بتجي انا حيات. اللبس ستايله مختلف. عربية شكلها مختلف تنامت. ده من ساعة معرفتك يعني. اه. اصحى الصبحة اللي يكفى اسبانيا. انا بريد الله يكفى مصر. اقول كويس عابلو بكر اصحى تاني يوم اللي يكفى ايطاليا. اه. فانت يعني الحياة بتاعتك برضو مختلفة يعني. اه اقول لك على حاجة والله يا مجدي انا عملي شوفي نفسي مختلف. انا بشوف اللي هم هم اللي شايفين. يعني انا مش انا مش انا شايف نفسي عادي جدا. بعمل اللي بيبسطني. مش مهم بقى بيبسطك ما بيبسطكش. مش مش اصحى الصبح. جماعة ده حلو كويس. مبسوطين النهاردة من لي. مش فارق لي. يعني في الاخر. انا راجل عارف اه المهم. في ناس بتفضل عايشة وتموت ومتعرفش اللي بيبسطها. وانا متأكد من ما يعني. او او بتخاف تعامل اللي بسطها. لو عيت ما حاجاتها بتنتي. في واحد بيبسطه انه ولعب طاولة. بس بجد بجد بتبسطه. اه انا والله. صح? اه. صدقني في ناس بقى والله العظيم يعرفه ليه ببسطه. وده بقى الله يكون معافز كتير قوي. في ناس بيبسطك. انا يعني اخبارك انا فيوس اللي معايا اي يعني مكورة حاجات يعني مش زي يعني بسيطة يعني الحمد لله والي كويسين الحمد لله. اه. لكن اه مختلف ما بيشوفش مختلف. انا انا شايف ان انا انا ببسط يعني. في ناس بيأكل اكل كويس بتبسط. في واحد ببقى لاجس كويس بتبسط. في كل واحد بريد ماغه. انت بقى ناس بتشوف اه ان انت مختلف. ما عرفش. هما يعني هما شايفين كده. انا انا عوري وشوفت نفسي مختلف. اه. انت دلوقتي اتجهت للموديلينج برضو. اه. والله يبص انا وانا في اسلوفينيا عابلني واحد كده في. اه. سوريا وانا في انا كنت براحة في اسلوفينيا. كنت برشلونة عابلني واحدة المترو. فبقولي اه. 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 عنده ايجنسي بتاعي تموديل. وبتاع. فقالي بتاعي عايز تعمل كده تموديل انا اسمي كذا كذا. اسمه. طبعا في المترو. وبرضو لبسوا فورما وبتاع فقالك لأ تعالى بعد انت. عادي. ده هو كده بحياته العادية. يا وضوع عادي جدا وبتاع. وقالي بقولك ايه. وبعيد جات على اسلوفينيا. قال لي في كاستنج مع امازون في برشلونة. تروح تعمله. فقلت له. هي من عندي ما كانتش بعيدة. اه. كنت اخب مسلا بالعربية ساعة واخد طيارة. بساعة برضو. قلت له ماشي. وروحت عملت كاستنج. انا برضو عايز اعرف. انا ممكن كل راجل شايفني في الحتة دي. رحت عملت الكاستنج ومشيت عشر تيام ما حاجتش كلمني. قلت خلاص ما يفيش ما بيكلموني ولا لرجعت مصر تعالي عشان ايزاك تصور دلوقتي. وامازون شركة كبيرة قوي. طبعا. امازون بتاني كل حاجة. ان انت تروح ويصوروك من هنا ومن هنا ومن هنا عشان. بقى. يشوفوا الانجل زي ما هو ما عايزين. قدسوني حاجات كلها بايزيكس كلها تيشرت وحاجات كلها ملاش اي نوع وقفت كله وبتاع بص شمال بص يمين مش عارف ايه. عشرتين كلموني تعال اصور. وكنت اخد فلوس كويسة قوي. اخد فلوس كويسة. بس ما كنتش هناك. كنت في مصر. اوكي. قال لي بص دلوقتي الحاجة كويسة انت خلاص امازوني عايزينك. لما تبقى موجود قلنا وتيجي. اه ملحقتش بقى تروح انت المرة دي. مراحتش لا مراحتش ومراحتش بعدها. بس انا بقولك لو لما سافر هكلمه انا بحب الموضوع ده ما عنديش مشكلة فيه. اه. اصلا اجيب لي فلوس يعني ليه ما عملوش يعني. بزا. لكن هي هي الموضوع كله على بعض. انا زي ما انت بتقول مثلا في واحد بيحب العربيات. في واحد بيحب الاكل. في كل وقت ليه دماغ. اه. لكن موضوع الاختلاف انا بشوف ان اه ان اه خايا بالك برضو في اوقات لو سمعت الناس هنا في حاجات كتير هيحسوك ان انت يعني غلط في كل حاجة. دي حقيقة. اه. حياتك اليومية عاملة ازاي يومك بالانت المسلم تقول لنا انا اتشجام الجامج عبي. حياتك عاملة ازاي? يومي اه باصحى الصبح وبتمرن. انا بطلت كورة بقلي فترة بس الحمد لله موضوع انا 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 بتاعتي في الاكل عموما ما بعقش كتير يعني لما بفتع بس انا وبخلي بالي من جسمي يعني من شكل يعني بتاع. ما بحبش ان انا يعني بطلت فطبيعا ان انا عتليني ادخل وبتعلق. فده كويس باصحى اه بروح الجامب بعد كده بقابل اه ناس صحابي علشان الحاجات اللي بعملها الفضة والهدونة. اه. دي زايد جديدة بنعملها. حاجات هتنزل عشان الشتة. اه ايه تاني معك. وعندك بلاند لبس دلوقتي يعتبر يعني نقول نجح يعني ولا لسه? الحمد لله نجح. فعلا? يعني يعني الفلوس اللي حاطتها في الاول مش رقم اي كلام من جدا. بقى بقى موجود حاجة اسمها سبعة وتمين ممكن انت بقى تشوفه. انا عدى عليها بسم عشر انه بتاعك يعني. اه انا مش اقيل اصلا انا فضحت خلاصة عن نفسي سادة مش عايز يقول. والله العظيم. ده انا ممكن اشعالي اصحاب يتكلموني طب بايه زبطنا. فانا ممكن اشعالي اقولي اصلا انه بتاعي. فللاسف كان خلصت عن نفسي من الموضوع ممكن ابقى نشيلها بقى كده بتاعي. لا بس بالعكس يعني. لا بقى دي حاجة حلوة اصلا. يعني انت بقوله اول مسلا ناس بتبعادل تشتكر ان انت هزيت نفسك وبتاعي انت بتاعي حاجة تانية وساكساسفل يعني. خايب ايلك في فترة بالفترات لو البناء ادم ما عنده الثقاف نفسه انا كنت ممكن انا اتهزيت كتير اكيد 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 ومش هقولك ان انا الناس بتقولي الكلام وانا ولا في دماغي. لا 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 لا. كلام الناس بيفرق واللي قولك غير كده بيجذب عليك. بيفرق. بس كان بيفرق معها قوي. دلوقتي بقيت. عندك مناعة شوية. اه. يعني اه. قرار خدت فكر. لما سبتهم في اسموها ومشيت ورجعت على بيتي وماتش رسمي في الدور الممتاز سبتهم وروحت. طلعت طولهم اراح الحمام خدت شنطتي وروحت. محاضرة بيقالي التشكيل كابتت بحلمي. رفعت ايدي ايدي عزرال حمام خدت الهدون بتاعتي. وخدت عربية وجهات عقايرة. ده كان بداية اه نهايتي يعني. صراحة. اللي هو اربع صور في البيت. ده يعني فعلا كلمة ندمت اه على القرار ده. ده قرار عمري الحياتي ما. وبرضو عايز اقول لك حاجة كابتن حلم تولان في الاخر. اه لما بتشوف الموضوع لما في وقتها خلاص انا راجل ده عدوي. لما بتشوف الموضوع بعدها. حتى لو هو اه جاي عليك. بس اه في جزء برضو وباصص لمصلحة الفريق. هو من وجهة نظر انا مش مية في المية. كسبنا. مثلا ايه ما فكرك كسبنا بس شريف لسه مش هو. فلعب بعزة اللي هو. ايه تمام. لكن في الاخر انا اتكلمنا والراجل انا بحبه جدا جدا. وراجل اه محترم جدا. ولكن اقرب الناس لياه. طب ايه القرار بقى اللي انت اخدته وحسنت انه كان موفق يعني كنت محترف كزا حاجة واخدت قرار وهو. الناد الاهلي. يعني بص انا تجنبت في الاهلي سنة سنة ونص. بس اسمي في الاخر ناس بتقبني في الشهر محش عرف انا بلعب فيه الناد الاهلي. يقول لك ده بتاع الاهلي. انك انا بلعب في الاهلي. ايه. فاسمي ارتبع بالاهلي. اه. في الاخر محدش فكرني اللي كنت بلعب فيني اصلا. ولا انا ولا حد يفتكر. لكن الاهلي دي فضلت معي طول حياتي وتفضل معي ودي حاجة بالنسبة لي اه. اه. حاجة كنت احلام بها يعني. ويمكن ده من اللي تخلاني برضو لما انا وصلت الناد الاهلي طموح بتاعي. يعني قال لي شوية. انت وصلت اللي كنت احلام بي. اه. يعني ما 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 كنت اشتغل على نفسي اكتر وان انا بقى اكمل وان انا كان عندي فرصة ان انا كمل وعب في الاهلي اكتر وعب وروح منتخب اكتر. لان روحت منتخب مصر. فاطلا محدش كان بيروح منتخب مصر. وبرضو ده اللي بقوله لك ان لو نتكلم على صالح او ابراهيم او اي حد الامثلا اللي هي كانت كويسة قوي وما كانوش موفقين في حاجات. نتكلم برضو ان هم الناس حققت حاجات جندا جدا. ابراهيم ساعت حاجات كبيرة قوي مع الاهلي. صح. صالح اجوم حققت حاجات كثيرة وفي سنه وفي جيله ومع منتخب سنه. منتخب الشباب. منتخب الشباب ومع الاهلي راحه وكان ليه دور مهم في كل النادي راحه. تمام. في مدرم مصري. قدر يتعامل معك او انت حسن ان هو الوحيد ده لوسط الناس ديكو لا لأ ما يعني عاملني احتضمني شوية ما ما حكمش علي. ميدو 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 يعني مقصة نخسر اصلي ميدو عامل ميدو مش عارف ايه واشريف حاسب عامل متأتتوهات واحنا كفرة فاليزم نخسر. يعني اني خذلك ميدو برضو حاسب ميدو اعيني تزلب في الحياة دي يعني ميدو. لا لا ميدو تزلب في المقصة جدا يعني. يعني اول مقصة تخسر قصة مش كور. لا 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 نيميدو بالتاتوهات. ايه علاقة ده بكور. يعني يا جماعة يعني ايه. ايه علاقة ان التاتوهات بان احنا نخسر بالتوفيق بحاجات. فمدرب مصري اه وهم اقول له في الاول شريف لازم يمشي. اقول له لهم لا انا شريف لايب كويس وانا عايز شريف. انا عارف المعلومة دي. اه شريف لازم يمشي. وكده والرجل هو جاء على شريفه. فلا انا شايف نيميدو خلي بالك. انا مش بقول لك نيميدو مدرب عظيم. فاهم. انا بقول لك يميدو الظلم في فترة دي. لكن ميدو عنده فكر ممكن يمشي وممكن ما يمشيش. زي جاءهم درد. لكن في مصر في كتير ما بيفهموش اي حاجة وربنا بيوفاهم. ودنيا بتمشي. فبس حمطه في خانة العظماء. هو ولا يعرف اي حاجة. انا بقى مش بقول لك بقى ده حقيقة بس ما انا معرف. خيب بقى كابتنى لعب القلب وقول حاجة كتير قوي مهمة. يعني وغدى النظر بقى ان انت انا مش واخده بجد وانت مش واخده بجد والناس واخده بجد. لا بس هو ده رأيو الحقيقي خد بالك. ده رأيو الحقيقي. بس للأسف الناس مش واخده بجد. الناس واخده ان هو بيهزر. لكن هو لو جيت شفت كلام وكابتنى لعب العالم راجل في الكورة كان راجل عظيم. اكيد اكيد. فعنده عنده وجهة نظر برضه. صح. فالكورة في مصر لما هو قال لك يمشي كده. هي دي حقية هي مشي يعني. يعني وعشان كان بيجيب اجانب. لا لا الاجانب احسن من المصريين. مليون في المية. والله غير كده بيجد. لا لا ما فيش مصر احسن من اجنبي. لا. التعجيس والاجتماعيات والفحبيات يعني ومسلسة الامور مهمين في الكرة شفت العيبة مثلا بتقعد فقندها بسبب الكلام ده. اه كتير شفت العيبة عصفير بتوصل كل حاجة للمضربين. شفت العيبة بتفتن على زمائلها. شفت العيبة بتتكلم مع الادارة. في كل عندها رخطها. بيصاحب حد في مجلس الادارة بيقول له الاخبار بيتقل له الاخبار. شفت في المقصة برضو حاجات كتير قوي. الصراحة نادي انا شفت في الاخر ان انا ممكن انا تجربة ندمان عليها برضو المقصة دي. ان انا. خيرا. جدا. ندمان عليها جدا. يعني ما بالحاجات اللي انا 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 عايز اقولك ان في العيبة بتروح لي ميدو وتقول له شريف مش عايزين نلعب لانه يعني مش معانا ومش عايزين نلعب والتتقات وربنا يوفقنا وبتاع فان. اعه. فده احساس برضو لما تحس ان انت تلاتين واحد اللي انت بتاكل معاهم وبتشرب معاهم يروح للمدارب اول ما تلف دهارك قصة تاني. فالمقصة تجربة ندمان عليها اتظلمت فيها كتير جدا. طب لا بستخديرها في القصة يعني برضو مسلا. قبل كده في لعيب مسلا كنلاقي في الاهل يال برضو مش عارف في الاهل بتقعد مفوض تمشي. بس بسبب ان هي يعني عمدها شوية قوي يعني. اه ده موجود طبعا. اكيد موجود. اكيد موجود. بس تحديدا بالاهل بالاسم. انا انا ما افتكرش اللي كانوا بلعاب واسخابا. انا ما انا ما اطهدش الاهل بالتحديد. انا بكلم عموما في الدورة المصرية. طبعا. اه اه طبعا. اندي نعم. انا ما زيك حتى لو بحاجة تقول اسامي انا انا مش شغلني الاسم. لا حضرت اكيد حضرت في كل الانديل اللي لابت فيها. كل الانديل اللي لابت فيها كان فيها عصف بيرو وفي ناس بتوصل الاخبار الادارة وفي ناس جواسيس في الفريق. في ناس في ناس شغلانتها ان هي الطول اللي بحصل في قط اللبس. وتلاقي المدرب عارفه ان في مدرب بيجي بيخالي لا ده موجود معي مش ولا بلعب ولا ما بلعبش. ده دور بيوصله كل حاجة. فلان شتم المدرب فلان تنرفز وقالك المتين بتاع. لا لا وعلى فكرة على فكرة يا ماجدي عشان تعرف برضو. ودي حاجة في مصر. بص اه ملاش مقيس. في لقية تمشي الوزمانك ما بتلاقيش حتى تروح. صح. حقيقي انت انا ما عرفش ازاي. انا مش فاهم مين اقو من مين. يعني مفروض لما تمشي من حاجة تصرح الاقل. في لقية تمشي الوزمانك ما بيلاقوش اماكن. وفي العيب بيجيب جون في الدورية اخدوه اهل اوزمانيا معناش. البيزنس في الكرة. البيزنس اللي هو اللي هو مش مزبوط باختصار يعني. او لعلاقات او 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 او. شفت من ده? تعيس فاهمني ان الناس في مصر مش عارفة ان الوكلة بيبضوا من الناس اللي شغالة في التسويق. كلهم مزبطينها مع بعض. سعين في المية وده بيبض من ده وده بيدخل العيب عن طريق ده. الناس كلها اني. الناس كلها عارفة الكلام ده. بس هاشو طلع يقولي الكلام ده. انت اكيد عارف. واكيد كل مصر عارف. لا فمصر عارفين ان الموضوع في ناس بعينها. يبقوا عايزين اللي عايب يقولولو ما تضيع عشان تيجي عشان السمسرة تتم عن طريق الاتنين دول. مع بعض. بس خلي بالنك ده مرغوظ فعلا كل. اذاك الموضوع ده? لا ما ما ازاني. مع عداش ما خبطش ذيك مباشر يعني. ما خبطش في اي سنة انا فترة في الفترة اللي كنت بروح فيها اي اي. بتجامد مش محتاج القصة دي. يعني سداني انا عملي اصلا مشتغلت معه يعني انا رشالوف اللي يكلمني عشان يدخلوا معي الاهلي. انا ما كنتش عارف انا رشالوف. يعني كنت بقى الاهلي يخدني. لقيتوا بيتكلمني معايز احضر معاك. اخوة انا ما عرفش مي او انا ما كنتش عرفت. اه اه. صحة رجل اللي عملاق في المجال يعني دلوقتي. انا انا اكيد في وكلة العيبة طبعا. اه طبعا. انا في وقتها وكان هو نبيل ابو زيد. انا معرفهمش. ولا تعملت معاهم في حياتي ولا جابوا لي حاجة ولا اي حاجة. لما رحت الاهلي. اه ورحت ما مش هما منهمش علاقة بالموضوع. نطف الموضوع ان احنا معاك بس ان اللي بقى موجودين معاك. دخلت معاك. انا ما خيروش في الموضوع. ولا اي حاجة تمام. طب وانت ايه اتطرارك لكده يعني. مش فاكر اتطراري ان هما تكلموني تقريبا في قصة اه الفلوس اللي دفعتها ان هما يرجعوه تاني. ساعدوني. طب يبقى يساعدوك يبقى يستحق الفلوس. بس هما جاب ليش النادي يعني. عشان بس الابقى واحد. ما جاب ليش النادي يعني. يعني دي بقى اتفاق بينك وبينهم يمشي يعني. يعني والله انا بدل ما اديك خمسة ا اديك اتنين. ايه بعد الصبح تصحى تلاقي واحد انت تعرفه وراح الاهلي فاتكلمه ان انت تخد ما برضو انت عارضوش حاجة. اهو صحي اللي اني روحت. لو عملت لك حاجة ورجع لك والله فلوس قد تهديه عليك ويبقى رجل اللي يشكر وياخد اللي هو عايز. ورجع عملكش حاجة يبقى انت غالبا انت اديته فلوس. انا ورشال لوف هو في جنبي بقى حاجات تانية مش في الكورة بعد اه في الكورة سوريا قصدي في الكورة ان انا كنت بقى مشاكل كتير قوي فهو بيفضل يحنج. يلم وراك. اه يعني ده ممكن يبقى. ده ممكن يبقى جزء هو في اه. بس يعني القصص اللي بتحصل دي كانت واضحة بالنسبة لك. اللي هي? اللي هي امور يعني. السمسرة والحاجات دي? اه. اكيد. وخالي بقى لك يا كورة بس ده 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 دي حاجة في العالم كله. مش بس في مصر. بس يعني انتقد الناس وبطلع. والله العظيم انا من اول معاك لحد الوقتي. انا ولا انا كايك اقول اشتغل في مصر. ولا اشتغل في الكورة في مصر. ولا بخبط في ده عشان ده. ولا اصلا عايز. انت متجرد من اي حاجة واي اهداف. فسداني اللي هيطلع يبقى في ميكير ان اه باتكلم عشان اه مسلا ازبط حد. انا ولا عايز اتكلم ولا اشتغل في الكورة اصلا. ولا ولا. يعني لو اشتغلت في الكورة حاجة ملاقش علاقة بالتدريب والحاجات دي انا انا. فور فان كده يعني. لو اشتغلت زي موضوع اللي احنا الولادة الصغارين بنطلعهم حاجة بقى ليه علاقة بالان انت تطلع ناس تلعب وتحترف وتسعيد ام. ده حاجة. تساعد مواهب وتطلع مواهب بتاع. ومش بتساعد متى بتاخد فلوس. اكيد ما بتساعدها بزنس وبانت كل حاجة. بتستسمر في المواهب. بالزبط. بالزبط. فانا بالنسبة لي اه انا انا اللي قلته قلته والله يا ولا عارف انا هكلم معك في ايه. هو قلته. وآآ. فمش عايز ممكن يبقى جبنا كلمنا على ناس بس في الاخر قلتلك. كلمنا على ناس. دي كلمة ولا ايه لا. مش متدايق. طبيعا اني كلمت عليهم بس في الاخر لازم يفهموا اني مباشي حاجة انا عشان عارفش اخصيتك. وآآ وعشان انا بفعلا عندي ادف ان انا اوصل للناس حاجة يعني برضو. انا مش يعني انا مسلا ما كلمتش ولا ابن الاهلي ولا ابن الزمالك كارنت يعني حالين ان هم يجوا معي لان انا حاسس ان انا مش تبقى مصمرة. فهم اصلي? انا 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 بدور على حد ديني مش يعمل لي برضو كده بفضيعة ولا ده. لا انا ديني يعني ديني حاجة من الخبرات. انت راجل عندك خبرات قلتها احنا بقى لنا سعى ونرسل بنير دي. قلتها قلت حاجات كتيرة جدا. انا متؤكد لاتفرج الاستفيد. فهم? مية في مية. اصلي ليه اصخاب لك هو هو طبيعي ان اي مدرب يمسك في مصر. زي ما اللعيب بيقولوا ده لعيب كويس ولعيب مش كويس. ايه مدرب كويس. ايه مدرب مش كويس. ما هو لازم مدرب برضو يتقبل النقطة. من اللعيب مش بلعب معاه. انا مبالعبش معاه. انا خلاص شفته. وتاوع انا اتمرنت مع مدارب مصر يوم مدارب اجنبي ومدارب افريق. مرنت معك ازا حد. فطبيعي ان انا اقول لك بصراحة. لا المدارب الاجنبي يعلمك. لا لا بتعلم. المضرب الاجنابي بيعرف في وقفك ازاي وبيكلمك ازاي. وفي سيناريوز حاطتها اللي اللي حصل دخل فيك جمه دخل. انت هنا في مصر بقول لك كل حاجة يا الله رجاله وربنا وفقنا. سيئين في المية كده. ربنا بتاعي احنا من جوانا مش كويسين. شان احنا عرض اخسرنا. انا كمان مدربين قوليين اول اللي شفتوه في مصر اللي امه. اللي عيب ده نقصه كزا. لا اللي عيب ده نقصه كزا. جلال. فانا هشتغل عليه على دي لان هو لما تبقى عنده اه لكن في نهاية باية المدربين بشوفهم ان اما الاجهز من وجهة ظلم بيلعبوه. بقى واعش بيزلعه ويلعب التاني. لكن ان انا هشوف بقى ان الراجل ده لو اتعامل معاه كزا هيبقى في حتة تانية. اه. دي ما شوفها اولاية الاول. لا اولاية الاولي اولي 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 ما شفتها انا ما تعاليش شفتها في حياتي. يعني اولاية الاولي ما تشوف. يعني ما عرفش صلاح من يشتغل معاه او مين مين وصله لده. او مين كان واخد باله منه. ما عرفش يا ممكن برضو يعني التوفيق يعني. انا انا اظن ان محمد صلاح في مرحلة مصر استفاد اكتر استفادة من كابتن ديها السعيد وبوب ردلي اظن يعني. اقول لك حاجة برضو خلي بالك. ده بقى ما ده اللي بقول لك بقى. ان لو واحد لها بكرة هيبقى فاهم ان صلاح في احسن منه في مصر في اخر عشر سنين عشر اللعيبة. كان كاكوالة. ايو ايو. بس الاتجاه. مش بتكلم بقى عشان بس الناس بتصلاح في مصر. احنا كان عندنا لعيبة اجمد من صلاح. بس صلاح عنده ميزة طبعا غير السرعة. ان هو نفس ان هو مصري. او ربنا وفقه. يعني انا انسى بقى الناس دي. ووقف الولا عظيم. صلاح لو ما كانش. هو رمي عباس. انا انسى يا ابني ان انت انسى الناس دي خالص. ايش دعو بحد. بتحطوهش في المعادلة. انت دلوقتي رجل بتتعابل زي رونالدو. اطف هنا تتصور. هنا خمس ثواني هنا ثانية. ملاكش دعو بحق انت بقى هو صلاح خلاص. صدق. ان هو زي فريستيان وزي ميسي. بقى له سنتين تلاتة مصدق يعني. طبعا. فما بيش حد بيوصل اللي وصل له صلاح ده. شطف. فمصر اتنين تلاتة هتلاقيهم. بيش في الكورة. فالعموما يعني اللي هم بقى صدقوا ان هم عمري دياب قعد الامام. صلاح. ان هم مصدقين ان هم فعلا. نجوم سوبرستارز حقيقي. دي حقيقة. دي حقيقة فصلاح. فحيتة تانية طبعا. وصلاح اهم العيب في تاريخ مصر يعني. رباني يوفقه. بس اللي. مع ابراهيم سعيده. اه لا يا ابراهيم. لأ صلاح. حيث مش مع ابراهيم. صلاح. حتة تانية الخارس يعني. صلاح. خالي بقى لك ابراهيم كان يلعب في المنشاستر عيني. ابراهيم لا يلعب والله. طبعا يلعب. ابراهيم يلعب في المدريد عادي جد. ابراهيم يلعب وصالح جمع يلعب. وصالح يلعب. وحاجة يعني. صالح يلعب. ومحمد ابراهيم كان يلعب. يلعب. محمد ابراهيم كان يلعب. يعني في ناس كتير جدا في الكورة كانت آآ تلعب. نشينا حده على الحمد. فيه? نجيب سرطه. قول لي ما انا مش فكرة. انا مصدق. انا مصدق. بص انت بتكلم من قلبك. والله فعلا دي كانت الفكرة. وانا ارجع اقول لك قبل بودكاست ما ابدأه. وانا بتخيل بعض كده الحلقة بتاعتك. يعني انا انا عارف دماغك. اه اكيد. اكيد. اولا ليه اصلا هخلي بالي. اه وعموما هي ليه الناس بتيجي تتكلم. اه مش عايز. انا معاك عيب ان انا اجرخ حد او اذاق حد او غلط حد عيب. اه. لك انا بحكي مواقف ولا ولا بجرح في حد ولا. ما انا بحكي للحقيقة. مش هقول لك المدرب لمصر عظيم. فيه مدربين ما انا حضرتهمش. انا ممكن بقى مدرب مصر عظيم. كابتن جوهري. كابتن حسن شحاتة. اه طمر. ماشي. بس اصدق لك ان في الاخر انا اجا اقول رأيي. انت شايفه كويس لازيز مش مهم. انا مش هيفرق. اه. مش هي بسطني. انا انت اصدق انه ليه ايه بقى? ليه بقى ان انا او ليه الناس بتيجي اه عايزوا يقول كلام لازم يعني يقول كلام الناس يعجب الناس قصد. اه ممكن اقول لك ليه بقى? اقول لي. لان تسعين في المية من عمة الشعب والناس اللي انا قابلتهم في حياتي. هم بيبقوا دايما بصين لبكرة. وبصين لان الدنيا قضى وصالة. وان انا ممكن اه اه لو النهاردة بكرة يجي لي فرصة شغلة مع فلان. ام امن اموري مع الناس كلها. بس ركا انت هتجي في وقت من الوقات في مرحلة. اه لا خلص مش عايز حاجة من حد. ودي اللي بيوصل لها وبيقتنع بها. حتى لو مش عايز حاجة من حد فعلا. لا اهو برضو بيبقى حابب ان هو سيب الابواب كلها مفتوحة. انت مثلا تطلع تتكلم وتقول رأيك الحقيقة فانت عارف بطبيعة الناس في مصر في بابين تارتها تقفل. طب وليه ما خليهم مفتوحين. لا الناس كلها كويسين. الناس كلها جمال. الناس كلها طيبين. الناس كلها اهل حاجة في الدنيا. ده مدرب عظيم وده مدرب تاريخي. وبقى انا بقشة في الامان بكرة الصبح احصل لي اي دروب في اي حاجة. اه روح الناس دي لسا معيها في صفي. صح. مخصوصا فعلا اه يعني عارف النقطة وهي دي راجعت فيها نفسي وقعت اقول ده صح والغلط بتاعت الجمعيل واللعيبة. بس انا انا بقول لك اللعيب يعني ممكن الناس اصلا الناس انا عارف انك في ناس اشتمني بعد بتاعتك. اه اه. في ناس اللي قد تقول لك. عادي يعني انت عندك مناعة. لا لا بس بص انت بتقول رأيك الحقيقي ودي دي حاجة تحترم يعني في الوي في الاخر. وانت بتكلم في نقطة والله. حتى حتى رأي الحقيقي او غلط. مهم. ما هو الناس بالزبط اه ده غلط. يعني هما شايفين انه غلط. وانا شايفه صح. فده رأيي. صح. فعادي ما يزعلش يعني حد يعني. دي حقيقي. انا بتعرف اعملك برومو من ايه ولا من ايه ولا. لا هل لا يجتدي اقول. انا والله وربنا انا عملت اخذ معارس. يا عمي حالة عمي بزت مني. مش بحقيقي. انا شايف تحطه خلاص واجه ايه. هتنزل كله اونا بعد. انا بشكرك طبعا مش عارف اشكرك اكتر من كده ان انت على صراحتك يعني على على قلبك المفتوح اللي انت فتحته لي وان شاء الله بازن الله من نجاح لنجاح في الكهير بتاعك. واللي انا شايفه قردي يعني باين بالنسبة لي في حاجات كتيرة جدا وان شاء الله تبقى اتحقق كل احلامك اللي بقى ذكره. ان شاء الله. حبيبي يا مجدي وانا وبسوط قوي قوي ان انا معاك النهاردة. وخابلك او لم نكتبلك من شوية لو برضو في حاجة بقى فكر فيها في الكرة. موضوع برضو انا انا بحيب اتكلم في الكورة عمتا. اه. بس ده محتاج برضو شغل اكتر ومحتاج ان انا اتفرج واتعلم وحاجات كتير. بس دي برضو حاجة حاجة كان نفسي اعملها. وعملتها النهاردة معاك يعني. مبسوط ان اعملت. لا لا وان شاء الله تعملها وانت راجل مقاعد كله بمقيس يعني. حبيبي يا مجيش حد يعني 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 العب اقول العيدة اللي عملت انت عملتها فكر. شخصك يا خبتن شريف. وشخصك على خير بازن الله. حبيبي يا عبد الرحمة علي. دي كانت حلقة النهاردة من جول كاست حلقة دسمة وطويلة وانتظرونا مع ضيوف اخرين مؤثرين في الرياضة المصرية في حلقات جاية. سلام عليكم.